موسيقى تقبل الله صيامكم وأعمالكم مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقال افعل قدر ما تستطيع من الخير أينما اتجهت ولو كان ضئيلا فالخير الضئيل ولو اجتمع لأمكنه أن يغمر العالم ويعود إلينا بطرق لا نتوقعها هذا في الدنيا وكل عمل من أعمال الخير هو خطوة على سلم يقودنا إلى الجنة في الآخرة فأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة عامرة بالخير من برنامج الدنيا رمضان عبر قناة الإيمان الفضائية وإذاعة البشائر وطبعا الحلقة عامرة بالخير وأهل الخير وأرحب في هذا الإطار بضيفي بالاستوديو رئيس جمعية بنين الخيرية الدكتور محمد يحفوفي أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم أهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم ونعاد عليكم وعلى المستمعين والمشاهدين بهذا الشهر الفضيل وبالفصح المجيد كمان ونعاد على جميع اللبنانيين إن شاء الله يا رب ينعاد على اللبنانيين بالخير وبالفرج القريب العاجل إن شاء الله لكن هنحكي نحن وحضرتك عن جمعية بنين وحضورة برمضان وعلى مدار العام ولكن أكيد المستمعين والمشاهدين ناطرين يعرفوا حزورتنا لليوم عنا حزورة يومية من أعداد الزميل أحمد سرحان أحزر وافتر انتبعوا هي صورة نزلت بمكة عادلت ثلث الكتاب ونزهت باريها فإذا قرأت بآيها مستبصرا لوجدت توحيد المهيمن فيها فما هي؟ جوائز وفقرة أحزر وافتر تقدمة مطاعم لفلوف الجواد البحار حرقوس سيزنز طبعا مشاهدينا ومستمعينا بإمكانكم إرسال إجاباتكم على الحزورة على رقم الواتساب المخصص والظاهر أسفل الشاشة ومنذكر أنه الربح هو عبارة عن أسيمة لإفطار لشخصين وبيتم سحب اسم الفائز بختام الحلق نرجع عند حضرتك دكتور محمد عم نحكي اليوم عن جمعية خيرية يمكن كان قبل قليل ما يكون في عدد من الجمعيات الخيرية اليوم عم بيكون في عدد هائل من الجمعيات ولكن أنه جمعية تكون بهذا الحضور على امتداد الوطن هذا طبعا بده جهد بده وقت وبده بالدرجة الأولى اللي عام نعاني منه نحن في لبنان المزدائية والثقة جمعية بنين كيف قدرت تبني هذه الثقة عند الناس وتوصل أن تكون على امتداد الوطن شكرا على السؤال الكثير مهم وخاصة بتزاحم الجمعيات في هذه الأيام جمعية بنين من انطلاقتها لأولي كانت على مستوى كل لبنان ونزلت على الأرض على مستوى كل لبنان ومن أول ما أسست أسست عمل مؤسساتي فيها عندها الشافافية حاولت تسعة لتاخد الجو دي الجمعية بنين من الجمعيات اللي عندها الأيزو 9001 عندها الشافافية عندها أوديت سنوي عندها قطع حساب سنوي كل المتبرعين اللي بيساهموا بالجمعية نحن نخليهم يشاركوا بنشاطاتنا يشاركوا بمشاريعنا والمحاسبة عندنا مفتوحة لأيلون فيهون ساعة البدن يطلبوا كشف حساب لمن عم تصل للأموال لمن عم تتبرع لأنه بنسبة المساعدات اللي بنقدمة بناءا للتقديمات بنسبة لجمعيات غيرنا كتير كبيرة لأنه احنا اعتمادنا على العمل التطوعي اللي هو أساس نجاحنا بالجمعية لأنه معنا مش مصاريف تشغيلية لأنه بتعمل ما بتعرفي يعني أي جمعية بس يتحول لمبلغ أو أي نشاط فيه مصاريف تشغيلية نحن من بين الجمعيات لأقل مصاريف تشغيلية وهذا اللي عم يعطي سقع عند المتبرعين والمتمولين وخاصة يعني اللي هنه أكتر شيء من الخارج اللي عم يجو فنشاطاتنا الحمد لله والنتاجنا كبير إضافة لأنه الحملات اللي عم نعملها والعمليات اللي عم نعملها وعم بيصير فيها متابعة لآخر لحظة يعني نحن هون كمان مستفيد من الإعلام أنه عم نتابع المواضيع إعلاميا وعم نتابع كل نقطة بنقطة حتى الجمهور يشوفنا وين عم نقدم كل شيء عمل لهم فهذا بيعمل مصدقية عند الناس والتكاليف يعني يمكن اللي عم نجيبها عم تكون أقل بكتير من اللي بيتكلفها شخص تاني إذا هو راح عمل أي نشاط أو أي عملية أو أي شيء عم بيكون فيه طبعا مراعاة كونكن جمعية خيرية فعم تقدروا يمكن تفوتوا من بواب أخف صحيح يعني حتى إذا واحد هو بدي يروح يعمل عملية مطرح من المطارح يمكن إذا عبر جمعية بنين عم بيكونوا التكلفي أقل لأن الحمد لله حتى عند المؤسسات تانية صار عندهم سقافينة نتيجة الكادر الموجود بجمعية بنين الإدارة اللي فعلا هو كادر متطوع بمطرح من المطارح يعني صحيح بياخد راتب بس بها الأيام يعني هذه النقطة اللي حابة شوي توسع فيها لما كنا نحكي تطوع قبل يمكن كانت الأمور محمولة كان بيقدر الإنسان يتطوع ما يكون هذا شغله يعني اللي بده يرجع عليه بمردود ولكن اليوم إنه نتطوع ويكون هو وقتنا كله تطوع بظل هذه الظروف أدي عم تثبت معكم وأدي المتطوعين بعضهم بنفس العدد بنفس الزخم بنفس الطاقة والاندفاع صحيح نحن الكادر العمليين الموظفين اللي عم يشتغل هو كادر متفرخ هو كمان نحن نسميه متطوع لأنه سواء رئيس الجمعية أو مدير الجمعية هن متطوعين بهذه الجمعية نحن عنا أكثر من 300 متطوع وصراحة يوميا بيجينا اتصالات ليتطوعوا مع الجمعية لأنه نحن نشاطاتنا متفرعة وهذا التفرع بالنشاطات يعني فيه ناس كتير بترغب تشارك فيها يعني نحن مش محصورين بمساعدة الفقراء بالنحية الغذائية نحن منساعد طبية منساعد بالترميم بالتعليم مشاريعنا المتنوعة المتنوعة اللي هي تسع مشاريع بتفتح مجال أكبر للمتطوعين يشاركوا وفعلا عملائيا دايما حماس من المتطوعين يعني أوقات عنجاد بنزل عندنا متطوعين أكثر من حاجتنا يعني من نقول لهم بدنا عشر متطوعين ومنعتذر من الباقيين هلا أكيد الظروف شوية صارت أأسة يعني خاصة نحن نحن نشاط بعيد يعني بالنهاي هدى فيه نقل فيه مصاريف نحن عم نحاول نقتصر صورنا على عدد المتطوعين وحتى بعض المتطوعين يعني ممكن إذا بدو يجيب المطرح بعيد فعن بسير عنده تكلفة نائل أو شي نحن أكيد متطوع عم نغطيله تكلفة النائل بس برضو الحمد لله بالوضع اللي نحن عم نشوفه فيه نسبة تطوع عالي بالجمعية وفيه تعاون كتير من الناس حلو يعني هيدا هيك بيعطينا أمل لأنه نحن حسب ما كنا عم نتخيل أنه الصورة جدا سودوية لأنه الوضع مأساوي فإذا فيها الأدء اندفاع للعطاء هيدا شي بيطمن إن شاء الله يعني الناس هيك بتحس بأمان أكبر أكيد جمعية بنين مثل ما قلت فيه أكتر من جانب تشتغل عليه ولكن كان لافت هيدا السنة حضوركن على مشارف شهر رمضان المبارك كان في عندكم حملة كمان اشتغلتوا على الصعيد الإعلامي للترويج لإله وهي حملة 10452 عائلة حنحكي أكتر بتفاصيلها ولكن بدنا نشوف نحن وحدتك والمشاهدين فيديو عنها ومنتابع ترجمة نانسي قنقر لأقصى جنوب من جبل لبنان وبيروت لبعلبك ولبقع ترجمة نانسي قنقر موسيقى يعني مبادرة مميزة لفتنا أكثر من نقطة حابة نتوسع فيها مع حضرتك أول شي جمعتوا المسلمين والمسيحيين بمبادرة واحدة جمعية بنين 10452 هذا وقعنا فعلا ولكن ما عم بيكون هيك على الأرض فكيف تتوجهتوا لهذا الخيار تحديدا أول شي جمعية بنين رسالته رسالة إنسانية طالما رسالته إنسانية فإذا هي لكل الناس لكل لبناني عمدى 10452 نحن عنا فروع بكل المناطق من شمال للكسليك لصور للنبطية لبعلبك لجبل لبيروت نحن نستقبل مساعدات من كل الناس ونقدم لكل الناس وهذه الرسالة الإنسانية اللي هي موجودة عند المسلمين والمسيحيين يعني ما في تفرئة قضي خلو أن نصير إقراب هالقد يعني ونتوحد بيمكن مبادرة واحدة اللي بتوزع لي بتوزع على غيري هيدا المبادرات فعلا بتحسس إن إحنا عن جد إقراب ومنا غريبين عن بعض منا بعض عن بعض لي عمنا نفتش عنقات الاختلاف مش إنو عنا إنسانية وعطاء بيجمعنا صحيح والصوم هلا بيجمعنا 22-22 سنة مباركة مسائبة نحنا شعارنا كان السنة الماضية نقسم اللقمة بالنص وليوم شعارنا إنو على مدى 10,452 نساعد كل الناس والانو طارنا 22-22 والضيق ما بيعرف لا مسلم ولا مسيحي ضيق بباب كل الناس لذلك نحنا واجبنا وتكليفنا نقف مع كل الناس وحد كل الناس عجبتني كلمة لأحدهم السيد فضل الله بيك أن يقول نحن ناس الذين لا ناس لهم يعني فنحنا بابنا مفتوح لكل الناس واجبنا نقف حد كل الناس هذا الشعب اللبناني كله عم بيعاني لذلك ما لازم أبدا يكون فيه تمييز وهيدي فكر بنين عندك رأيك الخاص حتفظ فيه ببنين بنين بنين هي لكل لبنان الرأي للخير صحيح شو التقديمات اللي بتقدمها هيد الحملة تحديدا 10452 لأنه شفنا عائلة وكمان عرفنا فيه شي على مستوى المرضى صحيح نحنا نرفعنا شوي مستوى التحدي السنة أنه طلبنا 10452 حصة و10452 حالي مرضي لأنه مثل ما بتعرفي فيه عندنا في لبنان أزمة استشفاء هستيريا يعني على المستوى الملف الاستشفاء إن كان بالمستشفيات أو أسعار الدواء فعلا الوضع غير فإلى جانب لقمة الأكل فيه كمان الاستشفاء والشعائق الأكبر والهم الأكبر عند معظم الناس خاصة حتى أغلبية المؤسسات تتضامني بالأيام مش عم بتغطي المبالغ الكافي والفاتور الاستشفائية جدا عالية يعني نحنا يوميا بيدق بابنا أكتر من 50 حالة استشفائية يعني بنحاول نلبي قدمة فينا هلأكيد فيه ناس بتزعل لأنه بالنهاية بنا قادرين نلبيها مع أنه نحنا نتمنى نلبي الكل بس المشكلة أنه على قدر الساعة يعني فالحملة بتشبه الأول جزء اللي هو 10452 حصة غزائية هيدا يعني هيدا العدد بتكونوا ملتزمين معه من بداية شهر رمضان لنهايته كل يوم لا نحنا منقدم حصة مرة وحدة أسبوعية حصة مرة وحدة بالشهر ل10452 عائلة حصة شهرية يعني صحيح نحنا السنة رعينا موضوع الظهور الإعلامي لبعض الأشخاص هيدا كمان اللي لفتني يعني كنتوا عاملين بلار على الواجه هيدا أكيد هيدا من الأول ما أطلقنا حملة جمعية بنين ممنوعية تصوروا العوائل حفظا لماء واجهون بس أوقات التصوير يبيلزمنا للمزدائية بمطرح من المطارح عند شركائنا الجمعيات اللي ممكن تساعدنا أو اللي بقدمو لنا لأنه أكيد بيحبوا هنا يشوفوا عم نساعد الناس فنحنا الإعلام هو شقان إعلام ترويجي للحملة نتيجة عبر التلفزيونات أو عبر المؤثرين وهو دي المؤثرين بيفيدونا بكتير مطارح كتير يعني كتير بتستعين من لاحظ جمعية بنين بتعتمد هيدا النهج إنه بتستفيد من المؤثرين أو الممثلين أو الإعلاميين أو الناس اللي إليها حضورة يعني بيبي إيتا حتى تطلق يمكن حملاتها أو يعني تعلن عن أي مبادرة صحيح لأنه هو دي يمكن بيخففوا عينا جهد كتير يمكن أنا قعد ساعة أو ساعتان وثلاثة لا أنا واحد يتبرع لي بس هذا اسمه مؤثر سبحان الله عنده كاريزمة معينة بيقدر يؤثر على الناس فيه ناس بتتأثر بالكلمة فيه ناس بتتأثر بالقصيد الشعرية فيه ناس بتتأثر بلحن فيه ناس بتتأثر بأي شيء لتساعد فنحن مستعدين نستعمل كل الوسائل المتاحة لنساعد أهلنا ولكن عم بتم استعمال يمكن هذه الوسائل بطريقة خاطئة فما عم تعطي نتيجة المطلوبة أمتى بتكون معه وأمتى بتصير ضد أنه نحن نستعين بشخصيات أو بالإعلام حتى نروّج للعمل الخير تحديدا وحسرا نحن معها طرم هي مفيدة لصالح العمل الخير وأكيد مش عم بتروّج لهذا الشخص اللي هو عم بيروّج ونحن ضده وقت اللي بدا تصير تظهر العوائل كأنه المتزللين أو لا سمح الله نحن عم نروح نتصور حدهم نحن كل سنة وخاصة يمكن بشهر رمضان بيرجع بيتجدد هيدا الجدل أنه نحن لما بنعمل أي خير أو بدنا نعطي أي عائلة بيكون فيه ضروري لزوم يعني هيدا الفعل الكاميرات نحن السنة راعينا هيدا الموضوع قدما فينا لذلك أصدرنا سنة بونات بونات شراعية بقيمة 20 دولار لحصر غزائية حتى نراعي موضوع أنه العيلة أنها تحمل كرتوني يعني ممكن ببيروت أو المناطق الكبيرة ما بينعرف بس بالضيع معروفة أنه بس تجي عيلة تحمليها كرتوني هيدا مساعدة نحن نهمة هلا حتى موضوع البون راعينا أن نعطي بون بدون ما يحدا يعرف بيفوت بيشتري الأغراض البدوية حاشته وبيحمل كيس التعونية طالع ما حدا له بالنية لا فهذا لنحفظ ماء وجه الناس والعيال راعينا بهذه الطريقة فضلا عن أنه كان عندنا هدف تاني من هذا الموضوع وهذا اللي كمان بيعطينا مزدائية عند المتبرعين والمتمولين أنه نحن حتى الكرتوني هي صارت مضرة يعني تكلفتها دولار بتكلفنا كل كرتوني هذا الدولار ممكن نفيد فيه الناس لذلك لشنا نروح نعمل كرتوني إلى جانب اقتصادي في وفر وإلى جانب اجتماعي ليحفظ ماء وجه الناس أنه لا بروح بيشتري هو الحاشته البدوية بدون أي إحراج أكيد نحن بدنا نضطر بمناطق بعيدة ما فيها تعونيات أو ما فيها سوبر ماركت أكيد نحمل كرتين ونطلع لعندهم وهذا تكليفنا ويجبنا نوصل خاصة لهؤلناس البعاد يعني حيكون لدينا جزء منهم نوصلهم عبر حصص غزائية نحن نجهزها ونطلعها بالمناطق البعيدة فهذا ضروري يعني ضروري وملزمي فيه مش رغبي لألنا بالعكس نحن لو نقدر لعشر تلاف أربعمائة واثنين وخمسين نعطيهم الخصص ما من أسر يعني عبر بونات أكيد إن شاء الله يا رب هيدا الخير بيزيد قدي اليوم فيك تنقلنا جو هيدا الحملية نحن صرنا قطعين شوت من شهر رمضان المبارك لحد اليوم كيف أجواء التبرعات نحن عم نحكي عن حملة شاملة عابرة للطواقف ففي عنا متبرعين من الجهتين وفي عنا مستفيدين من الجهتين كيف الأجواء لليوم؟ نحن أطلقنا الحملة بالأسبوع الماضي بتليتون الحمد لله باليوم الأول جبنا 110 ألف دولار وهيدي إنجاز وهلأ نحن بعد معنا شهر كامل اللوم ومن أول ما بلشنا اللوم نحن بلشنا نوزح يعني نعرف لأنه حاجات الناس وما بنش تأخر عن الناس فضغري الحملة بلشنا نلم بلشنا نوزح نحن كمان عنا هلأ أصدرنا مثل قصائم شرائية قصائم تبرعات بمئة ألف وبيعشرة دولار هايدي من أحد أسريب الترويج للحملة بالتبرع وهيدي وفي كتير شركات عم تتعاون معنا بهذا الموضوع بتحطها للبونات عندها وبتطلب من زباينة إذا بيحبوا يساهموا بهذه الحملة والحمد لله في كتير شركات ومطاعم ومؤسسات ومحلات تعاونت معنا ليصير فيه التبرع إضافة كمان للاتصالات اللي بعدها عم تجينا وكمان لأن احنا من باجة لكمان بالاتصال من دق بواب من دق بواب أكيدو هذا يعني اللافت ببانين مثل ما شوفت هلأ حاميروا معنا أنه بس تشتد الأزمة من دق بواب الميسورين صحيح حنكمل بحوارنا ولكن بدنا نروح لفقرة جاي رمضان يزوركم مع زميلتنا رانا حوراني ونشوف زيارة تلوين فإذا مشاهدينا جاي رمضان يزوركم مع أنه بيعاني من ضعف بالبصر بس محمد أصر أنه يكسب قوت يومه بعرق جبينه وما يمد إيده لحدا لهيك حبينا نزوره بمقر عمله بمحطة الأيتام لنتعرف عليه أكثر تابعونا السلام عليكم حاش محمد كل عام ونت بخير رمضان كريم حبينا اليوم نزوركم بمحطة الأيتام ونقل لك كل عام ونت بخير أكيد ونسأل أكثر ندرد وش نحن وإياك نشوف أجواء شهر رمضان معك أنت كم سنة سر لك هم تشتغل بهذه المحطة محطة الأيتام 16 سنة 16 سنة 16 سنة يعني 16 رمضان مرق عليك 16 شهر رمضان مرق عليك نخبرنا أكثر عن أجواء شهر رمضان معك من أي ساعة لأي ساعة لبالي تشغل به؟ ساعة ستة الصبح ساعة تالي فالب ساعة ستة للساعة تالي نطيق الفجر منصلي أبان صلق لهم غير حولي جعل الشهر يعني منقول دوام شبه جيد بدا نعرف الضغط كيف بيكون عليك مع الزباين كيف بيتعاطوا معهم كيف تتعاطى معهم؟ لا مش كلها بات الزباين يعني الزباين تيجي مثلا تتعاطى معهم من كل احترام من كل موالي نحن هو يعني الزباين بدنا نتعاطف معهم بكل حيال بكل شي نتحمله بكل ضغطاتنا وضغطات الزبون والزبون مضغط من بره وصلنا نتحمل نحن هو تحملنا شوي وهايكون أفضيان هناك شيء في زبون مرأ مرة زعزك وكيف كان شو كان تردد فعلك؟ مرأ معك هيك حادثة؟ مرأة كتير بس نتحمل كيف تكون ردد فعلك؟ نتحمل الله نتحمله بتحسد تغير رمضان من قبل الهلا انت وعيلتك كيف وضعهم حاليا؟ يعني بتغير الأوضاعك من اليوم لليوم وشوفت عينك الأوضاع كيف واليوم لليوم تغير الأوضاع يعني كل يوم هو ذات الوضع طبعاً سهل رمضان مضال أفضل سبحان الله كيف يتعلم بلتحدي كل شيء بغير رمضان الأيام العدية نحنا من حملت غادير الخير في قناة الإيمان نحبانا نزورك نسلم عليك ونقال لك كل عام و أنت بخير نقدم لك هاية الهدية المتواضعة إن شاء الله كل عام و أنت بخير نقدم عليك وعليك الصحة والعطية كل شعر علينا الخير علينا وعليكم وعليكم وعلى جميع المؤمنين يا را وعليك يا را كل عام و أنت بخير دكتور محمد يمكن كان معنا نموذج من الناس اللي ما بتطلب المتعففة هيده الناس اللي بتكون أشد عوض متل ما منلاحظ لما منحكي مع كتير جمعيات فيه ناس بتكون معتازة أكتر من الناس اللي عم تستفيد من الجمعيات ولكن ما بتطلب بجمعية بنين كيف بتوصلوا للحالات اللي فعلا هي بحاجة شو المعيار اللي بتاعتمدوه حتى تعتبروا هيده العائلة لازم تستفيد منكن غير التالي صحيح نحنا عنا قد الطرق للتسجيل يعني فيه ناس بتبادر لحالة بتجي بتسجيل أكيد نحنا عنا قلية كتير دقيقة وبيمرؤ الملفة أكتر من مرحلة لتوصل للختم للمساعدة يعني تصير من عوائل بنين يعني عنا أول شي بيقدموا الطلاب في عنا بعدين تحييق اجتماعي في مسؤول مدير فرع مثلا بيأخذ قرار بيحاولوا للجنة الاجتماعية لتيأخذ قرار برجع لمدير الجمعية ورئيسها بيأخذوا القرار النهائي فعنا مرحلة طويلة بدراسة العائلة إضافة لذلك نحنا بكتير أحيانا بشبكة علاقاتنا الموجودة سواء بالبلديات ومع المخاتير ونحنا بكتير أنشطة منتعاون مع البلديات متعاون مع المخاتير متعاون مع الوجهاء وهودي الناس ممكن يكونوا هنه بطارة بيدلونا على هالناس اللي هنه متعففين يعني ما بيجي بيأذن وما بيجي بيطلبوه فنحنا أكيد أي تليفون أو أي شخص بيدلنا على أي أنزحالة أكيد بنتباعه وهودي أولى أكيد متفضلتي لأنه يمكن اللي بيجي بيطلب بيطلب من أكتر من الجهة هادي كمان بدي أسألك قدية بتصير معكم أنه بتلاحظوا في حدا عم يستفيد من عندكم ومن عند غيركم صحيح نحنا هذا الملف ندرس وكمان أول أدما فينا أدما بيتعاونوا معنا الجهات التانية نحاول نتواصل معهم إذا الشخص بيستفيد من عندكم أو شيء يعني نحنا بالنهاية بوضع ضيق وكتير يعني متباعي يقولوا الحالة المادية كتير ضيقة كلمة المناخد من قدام غيرنا يعني في ناس أولى وأولى لذلك نحنا هلأ مثل هلأ نحنا بالحملة صار عندنا تقريباً خمسين ألف اسم مسجلين نحنا هنعطي عشر تلاف أكيد في ناس هتزعل هذا كمان كم بدي يسأل هلأ اللي عم يشوفونا المتابعين مستمعين ولا المشاهدين بدون يسألوا هل فيهم يلتحقوا بهذه الحملة أو خلص في الناس هتزعل هلأ يمكن يكون نحنا من الأربعين ألف ندرس نقدر نطلع عشر تلاف فنعطي الأولى فالأولى فأنا بدي أوجه عبر قناتكم عبر إذاعاتكم اليوم للناس اللي فعلاً أخذت من وطرح تاني أو هي مش محتاجة كتير تترك المجال لحدة تاني لتسهل علينا الدراسة لأنه أوقات نحنا يمكن ما نقدر ندرس كل ملفات يمكن نعطي واحد يمكن في ناس أكتر حاجة منه نحنا بنفسنا حننزعج ويمكن هو يزعله معوحة فنتمنى من الناس كمان تتحملنا لأنه أكيد الضغط كتير كبير علينا وبالنهاية القدرة يرات نحنا بنقدر ننلبي الأربعين ألف بالعكس يرات نحنا الحملة تصير أربعمائة ألف بنقدر نساعد كل الناس بس أكيد الملف بدون يندرس بدون يساعد جزء من الناس اللي هنا قدموا بناء الأولويات حسب دراسة الموجودة عنها الملف الاستشفائي أو الطب بهذه الحملة كيف وضعه كمان لليوم قدير في أعداد يعني خبرتنا أنه فيك اليوم طلبات صحيح فلوينه السلطة قدير فيه كمان مساعدة كمان ملف الاستشفائي كتير كبير بلبنان أنا تقريبا يوميا خمسين حالي بعمليات مختلفة هلأ أكيد نحن العمليات الكتير كبيرة هلأ ندغري مباشرة نكون صريحين مع الناس مش هنعزبه لأنه نحن ما حنقدر نساعد بمبلغ كبير يعني يمكن لعملته عشر تلاف دولار وعشرين دولار طبيعي هداي يمكن بده حملة فاصة فيه اللي نقدر نساعده الحملات الفردية هلأ العمليات اللي مقبولة نحن الحمد لله صار في عندنا كمان تعاون مع كتير المستشفات وتركيز مع المستشفات الحكومية نحن عملنا بروتوكول مع وزارة الصحة أنه يساعدونا كمان لأنه في كتير عمليات يمكن بالمستشفات الخاصة تكلفة كبيرة بالمستشفة الحكومية تكلفة مقبولة بس فيه معوّق هو أنه الدكتور بيكون ما بيجي على المستشفة الحكومية فنحن عابل وزارة الصحة كمان نشكر وزير الصحة بها الإطار أنه عطرنا مجال أنه هن يتعاونوا معنا أنه هذا الحكيم ولو كان ما بيشتغل بوزارة الصحة إذا المريض أو الحكيم ما عنده مشكلة فإدارة المشتشفة تعمله استثناء تعمله استثناء يعمل هذه العملية فنحن عم نوجه مرضانا لهونيك لأنه أكيد المبلغ اللي نحن بدنا نساعده فيه هنساعده بجزء من العملية لأنه ما فينا أكيد نساعده بالكل والمشكلة أنه ما فينا نرد حدا فقد ما فينا بدنا نساعد وبدناها على قدر المتوفر والأدوية كمان لليوم فيه تقديمات صحيح نحن عنا كمان عوائل مقدم لهم دواء شهري نحن كمان نعتمد على المساعدات على الأدوية اللي بتجينا من بره مجانية أو شيء أو هبات وهي دي من قدم العوائل نحن كمان نضطرق وقت نشتري ببعض الأحيان بعض الأدوية اللي مش موجودة فعنا كمان نحن شهريا عنا عوائل بتستفيد من ضمن الألف عائل اللي نحن بيستفيدوا منا شهريا هوا دي شكل شهري هوا دي عائلات بنية عوائل بنية اللي هن حصة غزائية شهرية أو مبلغ مالي أو دواء هوا دي شهرية بجيبين من دواء عمدار السنية عمدار السنية من أملهم دواءنا الدائم من جمعية بنية والحمد لله رغم قداشها الأزمة كانت كبيرة كمان الحمد لله بعدنا عم نقدر نلبيهم يعني بظل هيد الأزمة في كتير من الأشخاص اللي كانوا يتبرعوا ويساعدوا ما عد قادرين قدي اليوم بعد في زخم بالعطاء من قبل المتبرعين كان بلبنان ومنعرف أنه بنين في اتكال كتير كبير على المغتربين بالخارج كيف الوضع وضع التبرعات خاصة هلأ نحن كل تركيزنا كان على المغتربين بس كمان هلأ المغتربين هلأ يعينهم حيمشوا البلد المغتربين المغتربين كمان هلأ نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية كمان هنا بمشكلة يعني مشكلة صارت هي على مستوى العالم الأزمة الاقتصادية فشوية أكيد خفت التقديمات لذلك نحن عم نحاول نلجأ للشركات الكبرى عبر الخدمة الاجتماعية CSR اللي هي موجودة بعض الشركات الكبرى وهذا اللي نحن عم نحاول نستفيد منه لأنه بهذه الشركات الكبرى عندهم شيء اسمه المساعدة الاجتماعية اللي هنا ضمن برنامجهم ملزمين فيها وهي دي المساعدة تصير فيها مثل اتفاقية اتفاقية هاي المساعدة تقصم من ضرائبهم بطرح من المطاريح فهنا بيحبوا يحطوها بجمعيات غيرية فنحن عم نحاول نطور أداءنا نطور مؤسستنا وتصير على مستوى عالمي لا تقدر تستفيد من هود الجهات من هذه المؤسسات أو من هذه الشركات العالمية والحمد لله عم بيصير فيه تعاون من كتير شركات بهذا المجال السن الماضي كان عنا كتير تعاون والسن إن شاء الله فتحين على كتير شركات وعم يتعاونوا معنا إضافة للمغتربين مثل ما اتفضلت وحكيتي انه صار فيه كتير ضغط عليهم يعني كلهم صاروا معنيين بأهلهم ببيقتهم يمكن بالمحيط بالجيران ويحسوا حالهم معنيين مثل ما اتفضلت وحكيتي انه الشعب اللبناني ما عاد قادر واللي معه مصاري محتاجز باللبنوك يعني هو مش قادر يمكن هو صار محتاج يعني فيه ناس يمكن عندها مصاري بالبنك وعم نشوفها على التلفزيونات هي مش قادرة تطلع مصاريها تعالج حالها صحيح وتعالج حالها حمد بنين كمان كانت من ضمن اليوم في عنا إفطار لأطفال بنين هلأ عم بتم التحضير لإلو نحنا وعلى الهوى أهمية هيدا الإفطار ليه تقوموا فيه يعني شو بتحبوا توصلوا من خلاله نحنا الشعار الأساسي هو رسم البسمي على وجوه الأطفال وهدف جمعية بنين هن هود الأطفال سواء الفقراء أو الأيتام وهيدا الإفطار للسنة التانية على التوالي بنعمله بساحة الشهداء اللي هي بمركز العاصمي ببيروت اللي بتجمع كل اللبنانيين ومنجيب أطفال من كل لبنان من طرابلوس من عكار كيف تختروهم؟ هن عبر عوائلنا أطفال عوائلنا من جيبون يعني هن عوائل بنين أطفالون من جيبون بيكون خاص للأطفال صحيح هو خاص للأطفال هذا بميز جمعية البنين نعمل إفطار خاص للأطفال لأنه هي هدفنا الأساسي اللي هو رسم البسمة على هود الأطفال يلي هو نحنا هي البسمة هن اللي برسموها على وجهنا نحنا اللي بنستفيدن الأطفال نحنا اللي بنفرح بس نشوفن فنحنا عم نعم نشتغل بالإنيني بهذا الموضوع لأنه نحن اللي بنفرح وشونا مسموح مسموح الأنمية هون ايه اكيد يعني لما نشوف فعل العطاء عم بيترجم بهذا الطريقة وعم نشوف حالنا فعلين بمحال انه نفرح انسان هادي لوحدة انجاز وصحيح هون بدي كمان اشكر جمعية مش فونديشن باسراليا اللي هي رعاتنا هذا الافطار للسنة التانية على التوالي وفي مطعم التركي دونر اللي هو كمان متبرع لنا بالافطار المباشر يعني بالمساهمة فالاختيار بيروت لأنه هي قلب لبنان وهي صلة الوصل بكل لبنان وهي صورة بنين الحقيقية هي بيروت اللي هي بتجمع كل الناس من كل الاطياف التعيش المشترك يا رب هيدا القلب يبقى نابض بالخير وبالعطاء وتبقى بيروت جامعة اللبنانيين كلهم متمنى لكم بجمعية بنين لحضرتك ولكل المتطوعين يا رب الخير يبقى عامر بحضوركم ومنشد عقيدكم وبتبقوا أهل الخير نتشكر حضورك القيم اليوم معنا رئيس جامعية بنين الخيرية دكتور محمد يحفوفي شرفتنا ونورتنا الله يزيدكم شرف شكرا للكم شكرا للقناة الكريمة للإزاعة العزيزة وشكرا الله يتقبل عملكم ورمضان كريم علينا وعليك يا رب يتقبل أعمالكم أهلا وسهلا إذن مشاهدين مكملين ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا فيكم جديد وبرحب بضيفي بالاستوديو الباحث والكاتب السياسي العراقي الأستاذ أمين ناصر أهلا وسهلا فيك رمضان كريم رمضان كريم عليك وعلى كل مشاهديكم الكرام أهلا وسهلا رمضان بلبنان ما بعرف قد يشبه رمضان بالعراق حضرتك متنقل بين البلدين بدأك تخذنا هيك بجولة بين لبنان والعراق بداية قبل ما نروح على العراق شو حبيت أكتر شيء بشهر رمضان باللبنان مجددا رمضان كريم عليك وعلى جميع المشاهدين وكادر وفريق إعدادي هذا البرنامج وعلى لبنان والعراق وكل الأوطان العربية والمسلمة في المنطقة لا يوجد اختلاف كبير ما بين التعاطي مع شهر رمضان الكريم العادات والتقاليد هي تقريبا إلى حد كبير شهر فرحة هو شهر صوم لأنه يقول النبي للصائم فرحتان يعني الأولى عند الإفطار والثانية عند العيد فرحة الإفطارين يعني وبالتالي هو يعني شهر تهذيب للروح تهذيب للنفس جمعة العائلة اللي عادة ما تفتقد يعني كل الأولاد وسواء إن كانوا ذكور أو أناث في المنازل في البيوت خارج شهر رمضان أكلهم وشربهم برات البيت وأحيانا غير منتظم أحسنتي بأوقات مختلفة رمضان يجمعهم يعني بعاداتنا مثلا بتقاليدنا لما كان الوالد الله يرحمه ورحمه كان يحاول أن يستثمر المائدة الإفطار في محاضرة يعني مقتضبة بسيطة يعطي من خلالها رسائل معينة باعتبار الكل موجودين الطعام اللي يبقى وإن لازم يروح إسراف أو ما إسراف تبدير أو ما تبدير العادات كذلك كانت المهمة للأسف الآن تراجعت كان كل بيت يطبخ شيء يودي شيء للبيت الآخر صحن المتنفق الصحن المتنقل كان والأولاد كذلك عدتهم طقوس معينة يحملون فوانيص وفيها الشموع ويطرقون الأبواب ما جينا يا ما جينا عشت هذه الأجواء كنت من بينهم كلها كلها عشناها تراجعت كذلك غير موجودة يمكن هذه كانت موجودة أكثر بالأحياء اللي بناءنا في العراق هو أفقي مش عمودي فكانت يعني سهولة التنقل أكثر انسيابية من البناء الأفق والعمودي عندكم يعني صعب الأولاد يشعرون في هذا الشيء في لبنان شو اللي اختلف الأماسل اللي موجودة في لبنان سواء كانت الأماسل اللي هي تصاحب الإفطارات أو تل الإفطارات سواء كانت ثقافية أو موسيقية أو إلى آخره هذه غير موجودة إلى حد ما في العراق شو بيعملوا بعد الإفطار بالعراق؟ في بعض هنالك كانت دروس يعني أتحدث عن التسعينات مثلا أو حتى ما بعد التسعينات كنا نرتاد المساجد أو الحسينيات كان هناك دروس فقهية نأخذها أو اجتماعية أو نتحاور أو نتبادل الكتب حتى الكتب اللي كانت ممنوعة أذكر كنا نتبادل بالصور كتب سماحة السيد المرجع محمد حسين فضل الله رحمة الله ورضوانه علي وبالتالي كنا نضع بعض الكتب ونقوم بتشريحها وتفصيلها وتفسيرها ومناقشتها حتى الكتب اللي كانت تثير جدل كثير وكبير في الشارع الإسلامي فضلا عن ذلك كان في قسم آخر يذهب إلى يعني ألعاب أخرى مثل العراق مشهور بلعبة المحيبس هي موجودة في المنطقة العربية وصور فرق تتنافس فريقين يجتمعون فيجبون المحبس والخاتم المحبس يخبوا بأدين الشباب والفريق الآخر المفروض يجي واحد من عدهم يكتشف هذا المحبس لأن هذه اللعبة التسلية هي محصورة في رمضان فقط في رمضان لماذا محصورة؟ لأنه بعد الإفطار يعني يلتجؤون إلى هذا الجانب للترفيه للتنفيذ قبل الإنترنت هايدي وقبل الموبايل صحيح المفارقة كذلك في العراق يمكن تختلف شوية عن لبنان الدعوات على العزائم في العراق مش دائما تكون على الإفطار لا يعزمون على السحور ايه خائلو يعني أنت معزوم عندي سحور مش معزوم عندي إفطار وبيبقوا بعض للسحور يعني لا هو يكون يعني أكيد جار قريب جار قريب أو بعيد مثلا أنا الآن تلقى دعوات من أصدقائي في العراق أنه أنت تجيني لازم على السحور مش على الإفطار فيعتقدون أنه ما بعد الإفطار الواحد ممكن يتحدث بيعني أريحية أكثر باعتبار بالإفطار أو قبل الإفطار يكون تعبان البرامج التلفزيونية في رمضان في العراق عندنا حتى السياسية تختلف برامج مثلا سحور سياسي الشخصيات تختلف الإعداد الدراما يعني كأنه عندهم بيصير الليلة نهار ونهار مئة بالمئة البارحة أنا يتصل في تلفزيون العراقي يردون نظيف ساعة واحدة بالليل يعني في لبنان بعض الأصدقاء يقولون معقولة ضيف واحدة بالليل نعم بالوحدة بالليل تبلش بس دل عنده النشاط يعني إذا كل الليل هو عم بيصير وعنده إشياء يعملها كيف بيكون بنها إنتج الدولة مريحتها مريحتهم شوي الدولة يعني قللت ساعات الدوام وللأسف شوف هنا في إشياء يعني هذا سيف ذو حدين البعض في رمضان يقولون أنه رمضان وصوم وماء الخلق يعني باللبنان يقولون ليس له أخلاق يتعاطى مع العالم مفروض يعني الله سبحانه وتعالى عندما تتعاطى معه بالعبادة يجب أن تنتقل هذه العبادة أفقيا مع الناس فيجب أن تساعدهم أكثر فالموظفين واحد يطلع دعاية أو شاء على الآخر أنه برمضان لا تروح تراجع المؤسسات أو كذا يكون هذا صايم فما يكون إلى خلق في مساعدة الناس أو يعني أنت تصوم لله سبحانه وتعالى المفروض تكون عبادتك مركبة هنا أكثر وتساعد الآخرين فصارت الحكومة تقل يعني تقل الساعات العمل حسنت أنه ما حيكون فيه إنتاجية فبلا ما نعطيهم ساعات عالفة صحيح 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 اليوم مع بداية شهر رمضان حضرتك بعيد عن بلدك شو أول شي بيخطر ببيلك لشو بتحن هيك في شي كل ما يتجدد شهر رمضان بتحس فيه أنا بعيدة مش بعيد أنا بعد الحلقة أطلع يعني معزوم على أفطار بالعباسية سهلا بجنوب يعني فلبنان أهلي وبلدي ووطني يعني 13 سنة عرفين سجنان الأشياء اللي ممكن تفتقدها يعني إحنا للأسف ممكن ما حدث بأزمة كورونا والإنهيارات اللبنانية الأقتصادية غربلت كثير من الناس غربلت كثير من المواقف فمثلا إذا كنا قبل الثلاث سنوات عبارة عن قروبات معينة وأصدقاء أو الأخير بعدين تلاشت هذه الأواصر يعني الناس كل واحد يعني كل واحد راح بطريق في قسم هاجر وقسم سافر يعني أنا نوعا ما بيتوتي يعني بإمكانك أن تقولين هكذا ولا ألبي كثيرا دعوات الإفطار ولا أقبل حتى لزملائي في العمل في قناة العراقية شبكة الإعلام العراقي أن تغطي إفطارات أو أن تصور مواقع الطعام وأكل عليها كثير وفي ناس ملاق يتاكل ممنوع عندي هذا حتى عندنا بالعراق ممنوع يطلع هذا الشيء لأنه في مكان ما هناك أناس يمكن عليهم حصر هذا التمر اليوم أجواء شهر رمضان قلتلي ما كثير بتختلف عن العراق ولكن إذا بدك كيف نحن منحس بحضور شهر رمضان بالعراق وبلبنان هل في تحضيرات زينة ملامح لهذا الشهر بتختلف أو لا كمان نص الشيء بكل تأكيد هي الحركة عادة تبتدأ بعد الإفطار مباشرة زحمة سير خانقة في الشوارع والطرقات العوائل كلها تظهر فتمتد إلى ساعات السحور الحركة الآن اختلفت في بغداد تعرفين قبل 2003 في حكم الدكتاتورية غير ما بعد 2003 القوة الشرائية للعالم صارت شوي أكثر يعني قدرون يروحون يفوتون على مطاعم وفوتوها شيء آخر كذلك إيجابي اليوم عدنا ببغداد معظم المطاعم هي لبنانية فالأيد العاملة لبنانية الشيف لبنانية الطعام لبنانية دائقة لبنانية الذوق العام يعني التحول تلبننة العراق أو تبيرتة بغداد يعني يقصدوني وين في مطعم لبناني بحيث الأسماء أصبحت لبنانية مطعم بيروت المطعم اللبناني القهوة اللبنانية وهكذا شركات كثيرة ومطاعم كثيرة راحت إلى بغداد فبعد الإفطار مطاع أو يعني للأسف أنا دائما أقول أنه المفروض هذا يوظف هذا الشهر الفضيل كل ديئة في مكان آخر يعني صحيح نحن صار مرتبط رمضان للأسف بالظهرة والسهرة والطعام بالتلاقي إلى ما إليه لكن فحوى رمضان يعني قيمة رمضان وثيمة رمضان كذلك تكمن بالقرآن وتكمن بالعبادة وتكمن بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى العبرة بالشهر الفضيل هنكمل هيدا الحوار الشيق ولكن بدنا ننتقل لفقرة فقرة كتير مهضومة نصائح أبو جميل بالشهر الفضيل بين كتابة الزميلة السناء برايتع ودار حاج عليه الخنسة تنشوف نصيحته اليوم فإذاً مشاهدينا نصائح أبو جميل بالشهر الفضيل متابعي مواعز أبو جميل بالشهر الفضيل أهلا وسهلا فيكن وقال بخدمتكن دايماً لتقديم المفيد والشجيد اليوم أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا حبيت أنظر لنفسي واسأل اسأل أنا مين أنا شو أنا وكيف أنا ولماذا أنا ومن بعد سلسلة هاتساؤلات السؤال بيقحم حاله ألا وهو أنت يا إنسان شو محلك من الإعراب بتتشنفخ وبتتكبر وعلي حواليك بتتجبر يا خي رسولنا الكريم قالنا إنه كلنا متساويين مثل صنين المشط وإنه معيار تميزنا للغنى وللفقر المعيار هو الأخلاق وإنطلاقاً منها الكيفية إليكم حروف الدهبية مثل المشط الناس تساوه ولولا أخلاقهم شو بساوه للمالة بينفع والمركز وقوعك عجمالك تتعكز أنا هلأ أعوذ بالله من كلمة أنا مضطر وضعكم المتابعين وفنزاتي من بعد ما قدات لليوم رسالتي لأنه عندي متابعة رمضانية أكتر من ملحة أستودعكم بالله والسلام عليكم ألو أعم جميل شو جهزت ريستة العزيمة عفا يرمي عليك يا ستة الكل ومأجورة مأجورة يا غالية نيال مين فتر صايم برمضان مفهمت آه بدك العدد لتعرفي قديش بدنا غراب مش واضحة الصورة خلص مثل ما حكينا مبارح سيد مفيد مفيد رئيس البلدية وعقلته وجارنا لمهندس سعيد أطبارة رئيس مجلس العمارة وعقلته والدكتور يوسف مقرش وعقلته كمان بتعرفي ما فينا من أعزم جارنا مدير النادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بسابع جار ايه نعم عفوا عيدة عيدة مجميل بدك أعزم أبو وصفة لمهلهل وسط كلها الوجهات يعني بالله عليك أنت ملاقتيها حلوة إفطار كله أكابرية وأصحاب بوستات يطلعوا لأبو وصفة بين الجمهور متل علامة الفارقة ايه شو هالقبلة الحارقة وعلى العقل مش مارقة طبعاً هنعلق نحن وحضرتك على أبو جميل لنصائحه مختلفة كلياً ولكن ضروري إلفت المشاهدين المستمعين والمشاهدين أنه المشاركة وارسال الإجابات على حزورتنا لليوم توقفت بانتظار معرفة اسم الرابح مع حضرتك بختام اللقاء فإذن أبو جميل بيعطي نصيحة وبيكون عم بيشتغل بشكل معاكس يعني كان عم يحكي أننا لازم نتعاطى مع الناس بشكل متساوي وهن بناء على الأخلاق ولكن كان فيه انتقاء بالمعزيم أدبي رأيك فعلاً فيه هيك حضور أو هيك شخصيات ما بتلتفت أن احنا بشهر رمضان أو بتعتبر مثل ما كنا عم نحكي أنه هذا شهر الخصوصية وبتبقى بهذه العقلية أولاً يعني المسج اللي وصلت أم جميل الأبو جميل هو كان أهم من نصيحة أبو جميل يعني عليك أن تكون يعني منصف وتنظر للناس بعين واحدة شوفي عزيزتي كثير من الناس تستطيع الجلوس على موائد العظام يعني اللي سماهم بوستهم عالي في كل مكان وارتادون كثير مطاعم للأسف أنا قبل رمضان يعني أسمع من بعض الأصدقاء أنه صحفيين كبار يعملون في وسائل أعلامية كبيرة لم يستطيعوا بالأونة الأخيرة ارتياد هذا المطعم أو ذاك لأنه الفاتورة عشر مليون وخمسة مليون وتسعة مليون وإلى ما أليه ولم يستطعوا الذهاب بأولادهم وهذه الفسحة اللي كانت هي يومية اليوم كل شخص قادر أو باستطاعته أن يكون قريب من هؤلاء الناس وين المشكلة إذا جارك واللي يشتغل من الصبح للليل وما عاشه على قدرة بإمكانك أن تدعوه وتتقرب منه كنا نتحدث عن الصحن المتنقل المتنقل المهم جدا أنه يلتفت الناس أنا أذكر قبل عشرين سنة لما كنا نرتاد جامع ومسجد الحسنين بعد السيد محمد حسين فضل الله كانت نصاحة دائما تحث على الناس أو تحث الناس على التكافل الاجتماعي وعلى التكاتف وعلى المحبة وعلى المودة ولا ينظر الناس إلى الآخر بطريقة المتكبر والمتعالي والانصهار والفناء والذوابان وهكذا لأنه بالفعل الناس سواسية كأسنان المشكلة يعني نترجم هذا الشهر المبارك بقيمه بمحتوى فعلا ونغير يكون يمكن فرصة لانطلاقة جديدة يمكن نحن ما نكون ملتفتين لهذه الشوائب بشخصيتنا من خلال هذا الشهر نلتفت كمان كان في حدث صار معك على الصعيد الشخصي حبي يعني يشير لإله لأن فعلا أوقات فيه أصص بتغيرنا وبتعملنا هيك ولدي مختلفة حضرتك أصبت خلال أو جراء انفجار بيروت أب المرفأ كيف كان هيدا الموقف أو هيدا المحطة على الصعيد الشخصي وبصعيد حياتك ككل شوفي أحداث كثيرة تسارعت علي في لبنان يعني أنا موجود في أحداث تموس في العدوان الإسرائيلية على لبنان وموجود كذلك في اختيار رئيس حريري كنت على مقربة موجود في الانفجارات التي طالت الضاحية الجنوبية عنا أكشن شونا؟ يا أهل انفجار الأخير اللي بيشارع العريض يمكن قناة المنار إلى ما إلي أنا كنت على مقربة وأصيبت زميلة من زميلاتنا انفجار مرفأ بيروت كذلك طبعا مرورا بكل الأحداث نهر البارد منار البارد أحداث آيار عرسال شغلنا كصحفيين بانفجار مرفأ بيروت أنا مصاب بس أنا ركضت بالبناية وفتش عن الزملاء لأننا مجمع تلفزيونات يعني فيه فضائيات عربية وأجنبية لأنه كان وقت متأخر يعني كان الزملاء مغادرين شغلهم حتى الزملاء اللي معي كانوا طالعين بس أنا كنت دم ما أعرف أصابت هون دم من أذني دم أنفي من أكثر من مكان وأنا أركض أشوف إذا ممكن أساعد آخر ممكن يعني هكذا تربينا أو كنا نشوف أنه العراق تعرض لكثير من الانفجارات فالناس تركضوا تساعد الناس أذكر حادثة يعني أحد أصدقانا يقول لما حدث الانفجار الفلاني في منطقة الكرادة شفت طفل سقط في الأرض فأنا ركضت على الطفل ما أعرفه والطفل كان مجروح فحملت الطفل وقدا بانفجار آخر لكن بعد الانفجار الآخر أنا اتفاجأت أنه أنا بالمستشفى الانفجار الآخر أصاب الرجل في يده لكن قتل الطفل كذلك للأسف فراحت إيده وراح الطفل أنا أقول دائما كل هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى حتى أنت تكون أقرب إلى الله تكون آدمي لأنه أنت بينك وبين الموت لحظات ما تعرف أي ساعة يعصف بك الانفجار في جتامين للأسف لشهداء وضحايا في مرفع بيروت إلى الآن ما يعرفون مصيرها وين وهكذا هلم وجرن لكن ما حدث الإيجابي ما حدث بعد الانفجار ما حدث بعد الانفجار أنه تواصلت مع كل القوى السياسية والمجتمعية العراقية والدينية كذلك لدعم لبنان بأي طريقة قادرين فيها أن ندعم لبنان وبالفعل لم نقصر بهذا الاتجاه يعني أكيد أنا باسمي وباسم لبنانيين بتشكر هذه الوجود المباركة طبعاً لبنان والعراق وحدة حال وفي هيك محبة بين الشعبين سبحان الله في ألفة وتقارب حتى كان صار مؤخراً يعني إلغاء التأشيرة هذا كمان شيء جداً إيجابي كمان حضرتك أنت غطيت زيارة البابا الفاتيقان للعراق كيف تنقلنا أجواء التعايش المشرك بالعراق لا مثل لبنان ولا لا أولاً لا 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 شوفي إحنا أولاً يعني في فترة من فترات كاد العراق أن يتقسم إلى شرقية وغربية ورمانة وشياع للعسف لكن يعني في حكمة كثيرة سماحة المرجع السستاني أطال الله في عمره كان دائماً يوصي بأنه يعتمد الناس ما قاله علي علي السلام الناس صنفان إما أقول لك في الدين أو نظير لك في الخلق وكان يقول السنة أنفساً باعتبار أنه هناك شرارة أرادها البعض أن تنطلق ما بين الشيعة والسنة وتحرق البلد ولم تنطف التعايش السلمي والمشترك إحنا في داخل مناطقنا موجود الكلدان الأشوريين والمسيحيين وموجود الأكراد والشبك والسنة تحدث عن مناطق الشيعية أنا مولود في الكاظمية وعايش في مدينة الثورة اللي بعدين صار اسمها مدينة الصدر ونتنقل ما بين كل الأحياء لا يميز الآخر عن الآخر دينة ومذهبة وطائفة وعرقة وحتى في الإفطارات تكاد تختفي هذه القضية أو حالة أنه يوم قبل يوم بعد يعني تفاصيل في دفع كثير على أنه تتشردم المجتمعات العراقين حاولوا أن يقطعوا هذا الجانب حتى في قضية استشهاد الإمام على عليه السلام ونحن في شهره وحتى في الجرح المسيحيون يعطلون يعني تعرفين قيامه وعيد مجيد وعيد فصح وصوم فيصادف أنه وعياتهم قريبة من الجرح أو الاستشهاد في محرم فيؤجلونها عيادهم أو يعطلونها ولا يحتفلون بها يقولون لأنه أهن شيء لديهم مصيبة هي الاستشهاد أو الجرح وهكذا يحدث مع الآخر وبالتالي أنا أعتقد الدين محبة والدين إنسانية كانوا أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب الإمام على عليه السلام من جميع الطوائف ومن جميع الأديان قاتلوا معه في الحروب وشاركوه في الصراء والضراء ولهذا يجب أن يكون لنا في رسول الله أسوة حسنة إن شاء الله يعني فعلاً أجواء جداً جميلة يعني هذا التعايش أدابي رمضان كمان بيكون في خصوصية للعلاقة هلأ أمساء بالسنة في صوم واحد نحنا والإخوة المسيحيين ولكن بالعراق أدابي شهر رمضان كمان بيكون في خصوصية من قبل يمكن المسيحيين أو المسلمين بالتعاطب هذا الشهر المبارك أولاً في احترام لكل شيء يعني المطاعم لا تفتح عندنا في العراق يعني كان في السابق كان في قانون طوعاً والله طوعاً طوعاً أقول في السابق في زمن صدام كان في قانون ويودع الحبس وإلى إلى آخر باعتبار يريد أن يسوق نفسه على أنه يعني قاد الحملة الإيمانية هكذا كان يسمي اسم لكن ما بعد 2003 كانت الخيارات متروكة للناس يعني لا يوجد قمع للناس ولا يوجد قانون يعني يجبر يعني تعرفين في هناك مسافر بإمكانه أن يفطر وهناك رجل مريض ومن له عذر ومن لديه لا عليه حرج طواعية وطواعية يحترمون هذا الشهر الفضيل والبعض يعني أنا عندي أصدقاء يصومون مسيحيون يعني يصومون مع المسلمين ليش يقولون هكذا تربينا لأنه عاشوا بالأحياة عاشوا بالأحياة وعاشوا وسطهم فيكون نوع من أنواع الاحترام لهذا الشهر الفضيل نتمنى أنه لا تكون هذه عبارة عن صورة للصوم أن يكون معنى للصوم وأن يكون محتوى لا تكون قشور دينية وإسلامية وعبارة عن طقوس لأنه للأسف تحولت العبادات والطاعات والعلاقات مع الله سبحانه وتعالى إلى أشكال فقط للمظاهر وعندما نتحدث عن زينة ونتحدث عن الإفطار ونتحدث عن فحوى رمضان ومحتوى رمضان والسلوك والنفس سنقوم مثل أبو جميل آخر شيء أمي عبدالبيعي كنا نتحدث عن الإفطارات لم نعرفنا بالعراق ما هو الطبق الأساسي على الطاولة طبعا العراقيين إذا لم يكن موجود رز نسميه تمن إذا لم يكن موجود الرز فهذا مشكلة لازم يكون موجود رز باعتبارة يسند يعني يسند طبعا الرز عندنا نوع خاص اسمه العنبر اللي هو ما موجود بأي بقع بالكون إلا في العراق يعني ده طبختي ببيتك البناية كلها تشتمر إحتك أصدق بطريقة الطبخ مش بمثل لا لا نوع الرز أه اسمه الرز العنبر يعني لازم يكون الرز موجود و يعني كل شيء العلاقة يعني بريانة ومبريانة عندهم صحة مهم اللي هو الدولمة الدولمة هو أشبه بالمحشي هلا أنا راح تحول للاست بيتي لا أخبركم عنها لا ضروري نعرف أوكي و عدتهم أو عدنا يعني يعني هذي ما عم تأكلها ولا عم تأكلها هلأ في لبنان في مطاعم عراقية بس أنا شوية لبنانة يعني صرت أكتفي متلك بالأكل نحنا أساس الفتوش يعني بالأكل القليل موجودة السلطات يسوون يعني مزقوف السمك على الطريقة العراقية اللي السمكة تكون بعيدة عن النار ويزقفوها قبل لأن هذا الصايم بس يكون يعني شوية بعيدة عن الأكل فيصير يشتهي كل شي أثناء النهار فيجيبون كل شي يعني حسب إمكانية الناس كل شي يكون موجود سفرة عامرة بس تكون للصحور كمان بما أنه الصحور صار بنصف النهار السحور إذا أتكلم عنها عند العراقين هاي مصيبة العراقين يصحرون أكثر ما يأكلون بالفطور يعني يأكلون أشياء غريبة عجيبة يعني هسه تغير المزاج يعني مستعدين يأكلون نيفة بالصحور مثلا تصور تصور إلى الدرجة ما هن بكامل طاقتهم بالصحور صحيحين ونهار طالع عندهم أكيد أكيد تحياتنا لأهلنا بإخليكي لكن في أكلة مفضلة يعني يتنوه بالصحور هي القيامر يعني هي الأشبه بالقشطة وهذه كذلك موجودة بالعراق فقط نحن حوارنا فعلا شيء كيك أخدتنا ونقلتنا على العراق الحبيب تحياتنا لأهلنا بالعراق أكيد بدنا نذكر المشاهدين والمستمعين بحذورتنا اللي كانت أحذر وافتر حيربحوا معنا أسيمي لإفتار شخصين كانت حقولة أكيد مش مثل الزميل أحمد سرخان الحذورة بتقول هي صورة نزلت بمكة عادلة ثلثة الكتاب ونزهت باريها فإذا قرأت بآيها مستبصرا لوجدت توحيد المهيمن فيها ما هي صورة عديد نزلت بمكة عادلة ثلثة الكتاب ونزهت باريها فإذا قرأت بآيها مستبصرا لوجدت توحيد المهيمن الحمد لله سورة التوحيد التوحيد صحيح صحيح فإذا مشاهديننا الإيجابي كانت سورة التوحيد إن شاء الله تكون هيك حظوظ اللي ما شاركوا معنا اليوم أوفر بالمرات الجايبة أنه نعزبك نخلط الأوراق كتير منيح تنسحب اسم الفائح يا رب نقرأ الاسم نعم فاطمة فاطمة محمود شمص الأخة فاطمة محمود شمص هي الرابحة الرابحة إذن أخة فاطمة محمود شمص إن شاء الله سيام مقبول وأفطار شهي ربحت معنا قصيمة لشخصين أفطار شكرا جزيلا إن شاء الله يا رب تكون أيامك عامرة بالخير ويكون شهر خير عليك بين أهلك وناسك في لبنان وأتمنى يعني بحقي هذا الشهر الفضيل أن يعم الأمن والأمان على لبنان وأن يعود لبنان مثل ما كان وأن تعود الناس إلى حياتها الطبيعية ونخلص من هذه المحنة وهذه الأزمة لبنان واللبنانيون لا يستحقون أن يبقون دون كهرباء ودون دواء وأجورهم صارت بالأرض وفي هذا الصراع الكبير والمشاكل الكبيرة وعلى الطبق السياسية وأصحاب القرار والزعامات الدينية والروحية والسياسية أن ترعوي قليلا وتخشى الله في هذا الشهر وبما أنه الصوم موجود عند المسلمين والمسيحين والدروز وكل الطوائف عليهم أن ينتبهوا للناس لأنه إذا سقطت السقف عليهم أو على لبنان فسيسقط على الجميع إن شاء الله يا رب توصل هذه الرسالة شكر حضورك القيم معنا الباحث والكاتب السياسي أستاذ أمين ناصر شكرا جزيلا لحضرتك ورمضان كريم مشاهدين ومستمعين بينتهي لقاءنا معكم ولكن فترة الدنيا رمضان مستمرة وبرفقكم الشيخ حسن بشير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومستمعين أحباءنا جميعا أهلا وسهلا بكم طيب الله أوقاتكم بكل الخير وتقبل الله أعمالكم في هذه الأيام والليالي المباركة من ليالي وأيام شهر رمضان أسأل الله أن يعيننا على إتمام صيامه وقيامه وأن يتقبله منا جميعا إنه سميع مجيب أهلا وسهلا بكم إلى رحابي إطلالة جديدة من برنامج فقه الصوم نحن على الهواء مباشرة سنتلقى خلال ساعة من الوقت تقريبا اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام 009611822914 009611843180 ومن خلال تطبيق الواتس أب على الرقم 009613996800 لكي يتولى سماحة الشيخ حسين عبد الله عضو الهيئة الشرعية في مؤسسة العلام المرجع السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه الإجابة عنها أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ وتقبل الله وأعمالكم إن شاء الله أحد الإخوة سماحة الشيخ يسأل يقول ما علاج فطور الإنسان عادة عن العبادة في أيام شهر رمضان كيف يعالج هذا النعاس الذي يغلبه وكيف يقوي نفسه وروحه على العبادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين هو هذا الشهر هو الذي يعطي الزخم للإنسان والطاقة والنشاط من خلال كل هذه الأجواء التي يعيشها نفس الصوم هو حالة روحية حالة عبادية يعيش فيها الإنسان مع الله سبحانه وتعالى خلال النهار ومنلتفت لهذه الفقرات من خطبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من ننساها دائما نستحضرها دائما في شهر الصوم أنفاسكم فيه تسبيح نومكم عبادة دعائكم مستجاب أوقات الفرائد أن نرفع أيديا إلى الله في الدعاء أوقات الفرائد فإنها الوقت لإستجابة الدعاء من صلى فردا فكأنما صلى سبعين في غير من الشهور من قرأ آية فكأنما ختم القرآن في غير من الشهور فهذه الحالة الروحية وحالة القرب من الله نستفيد منها في نهار الصوم وفي الليالي الدعاء الافتتاح الأدعية التي هي بعد الفرائد بعد كل فريضة يا علي يا عظيم أو اللهم ارزقني حاجة بيتك الحرام أدعية السحر دعاء أبي حمزة الثمالي دعاء السحر يعودتي في كربتي أو دعاء أبي حمزة الثمالي والأدعية الأخرى العديدة جدا لموجودة والصلوات والنوافل المستحب أن يؤديها خلال الليالي لما يلتزم بهذه الأعمال العبادية وأهم شيء كما قلنا قراءة القرآن ذكرنا إذن عندك الصوم عندك الصلوات المستحبة بغير الفرائد والأدعية عقيب الفرائد والأدعية في الليالي وفي النهار وقراءة القرآن والتسبيح الذكر هذه الجانب العبادي جانب خدمة الناس وخدمة المجتمع مع صلة الرحم، تحسين الخلق، الصدقة، تكافل هذه الأمور برنامج كامل متكامل إذن برنامج كامل بها الحال لما نلتزم من هذا البرنامج بما تيسر وبما هو ضمن طاقتنا واحتمالنا ونبتعد عن المطولات أحيانا المطولات يعني من دون فحوة ومن دون روحية وتوجه يعني قليل العمل مع توجه أفضل من كثير العمل والدعاء من دون توجه نعم فلما نلتزم بهذه الجانب العبادية جوانب الاجتماعية العلاقات والجوانب التقوائية التقوى الإبتعاد عن المعاصي ما أفضل الأعمال يا رسول الله في هذا الشهر قال الورع عن محارم الله يعني أفضل بعد كل هالأعمال قدش فيها فضل وثواب وقربة وتقرب ورقي وارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى بيجي ختام هذه الخطبة يقول صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله يعني ما يقرب صوم المعاصي يعني يرود نفسه إنما هي نفس رودها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر هذا أمير المؤمنين عليه السلام لسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أفضل الأعمال فقال له الورع وهو الذي مثل لنا التقوى إمام المتقين مثل لنا التقوى في مسألة التورع عن المال الحرام التورع عن النظرة الحرام عن الشهوة الحرام بشكل عام لذلك لاحظ هذا الحديث اللطيف أنه ما عبد الله بشيء ونحن في شهر عبادة شهر صوم دعاء كراءة قرآن صلاة ويأتي الحديث ليقول لنا ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج يعني أن يعف بطنه فلا يدخل على نفسه وعياله وبيته المال الحرام، الطعام الحرام، الشراب الحرام، ولا يمارس الشهوة الحرام أو العلاقة الحرام يمكن مولانا يعني نحن في عنا مشكلة بالتعاطي مع شهر رمضان من البداية يعني بأي معنى من حيث الاستعداد لاستقباله نحن بدنا نخلي برنامجنا كما هو وبدنا أنه بشهر رمضان كمان نقدر نقوم بشيء من العبادات يعني الإنسان بده يمكن بهذا الشهر يستحق أنه شوي يغير برنامجه أحيانا بيختل البرنامج أكتر لما ينام الإنسان من بعد الصحور بعد الفجر لنقود سحر منح أنه بيكون فيئة مثلا إذا ضربنا نموذج كل إنسان عنده برنامج شكل مثلا بعض الأشخاص يمكن بفئ على الصحور يتسحر يصلي الفجر بينام بعد الضهر ساعة ثلاثة أربعة خمسة ما كمان يعني هيدا مش أتقدم ببرنامجه تراجع عن بقية الأشهر يعني لما في قيام الليل من أهم الأمور بشهر رمضان لكن ما نضرب هالقيام بأنه نم ننام كل النهار أو بعض الفطار بيقضيها سهرة لوجه الصباح هذه من أهم الملاحظات أنه بعد الأفطار بالسهرة يعني أنه مسألة قعدة الأرقيلة وشرب الشاي والأرقيلة والدخان وملاحقة المسلسلات والمسلسلات ولاحظ هالمسلسلات يعني أحيانا المسلسل إذا كان يعني في بعض المراحل يمكن ما بعرف يعني نحن كنا يعني من أيام الصغر كنا نشاهد بعض المسلسلات بشهر رمضان أنه في بعض المسلسلات اللي إلي علاقة بشهر رمضان مقصود صحيح إيه فأنت إلي علاقة أو كانت تراعي أحسن تراعي على الجانب ولها علاقة بمسألة الصوم بعض الأمور الفوائد العبادية العلمية الروحية أو أمور اجتماعية لها علاقة بمسألة الصيام بتتبعه وأنت بتنتر أحيانا شهر رمضان إليه طابع خاص بما يتصل بالمسلسلات صحيح بينما الآن مع أني ما بتابع بس ببين اللي أنا يعني من خلال بالبيت بعض الشيء ما حطوط على التلفزيون أو هيك بالإعلانات بتلاحظ أنه في بعض المسلسلات ما خاصة أصلا يعني أنت ببرامجها بمضامينها بمحتواها بتوجيهها يعني تبتعد بالإنسان عن شيء اسمه روحية والتزام وتدين وأخلاق وقيم تبتعد بالإنسان عن كل هذه الأمور وبتعيش بأجواء لا هي عابثة وبعض الناس عم تتعلق فيها بعض الشباب والبنات والناس بتتعلق بهذه المسلسلات اللي هي بتعيش بجو بعيد كلية عن الجو اللي يجب يعيش بشهر رمضان طيب صمحت الشيخ فيه سؤال عبر الواتس أب حول موضوع المادة الألكول إتليك الموجودة في المعجنات في الخبز في بعض الأطعمة هذه المادة هي مادة كحولية أولا يعني سؤال نعم مرد بها الكحول وما حكم تناول الأطعمة اللي فيها هذه المادة القاعدة أنه أي طعام أو شراب يعني منتج فيه نسبة من الكحول يحرم تناوله لا لأنه عندنا القاعدة من خلال النص الوارد ما أسكر كثيره فقليله حرام يعني هون ما فينا واحد يجي يحتاج يقول ما هذه نسبة قليلة ما بتأدي لأ لا ما هو حتى النقطة اللي أنت ممكن واحد إذا أخذها مش رح تأدي لا لا إسكر ولا لشيء بس هي محرمة أن الله حرم في يعني حسم مادة مسألة الخمر بالأساس أنه حرم حتى النقطة الواحدة حتى القليل حرم لأنه مسكر بس مش تناولا لازم يكون مسكر لحتى الواحد يصير حرام حرم علة التحريم للإسكر بس كتناول يحرم حتى القليل منه ولو لم يكن مسكنا نعم فلذلك بناءا على هذا الشيء الطعام والشراب اللي فيه كحول ولو بنسبة قليلة يحرم إلا إذا إلا إذا كان مستهلكا بنحو هذه النسبة بحكم العدم يعني تبخرت تماما سفر الأصلي سفر كذا أو بحكم مثلا بحكم العدم وتبخرت من خلال الطهي بس التبخرت من التفت هي بناءا على طهارة الكحول نعم أما من يقول بأنه الخمر أفرض حطه ولياذ بالله نبير أو بعض الشغلات باللحم بالطهي مثل ما هو معروف لحتى يعملوا نكهة أو ما نكهة أو يسرعوا بطهيه بشو مكان بس أفرض تبخرة لكن لما وضع ما هذا تنجس بناءا على نجاسة الخمر فلا ينفع التبخر هنا يحرم تناول هذا الطعام بس بناءا على رأيي سمحت السيد رضوان الله عليه بطهارة الخمر نعم فإذا تبخر كلية بسرحة للبسل شو الملاحظة هون أنه منا نحرز التبخر وجود الكحول معلوم والتبخر غير معلوم غير محرز ما فينا نتنع فإذا لابد أن نطمئن ونتيقن أن نحرز تبخر قد تام إذا ما حرزنا طبعا هذه إذا غيرنا صنع الطعام واللحم مش وحدا يتوهم أنه عم نقول فيه الواحد يحط كحول ويتبخر ما أصلا لا يجوز لا شراء الكحول ولا استعماله ولا وضعه في الطعام نحن عم نحكي إذا المطعم إذا الغير وضع الكحول في هذا الطعام نعم شكرا سمحت الشيخ بدنا نأخذ اتصال على الهواء مباشرة الحج قاسم من كندا تفضل حج الله سلام عليكم الشيخ حسن تحيّل على تحيّل فضيلة الشيخ الله يحيّل الله يبارك فيكم حياكم الله حج قاسم تفضلوا شيخنا في سؤال حالة بستوطفه منكم عبر البرنامج نعم عمشجّع بعض الأخوة والعائلة على أنه خمسوا ويبعتوا مصرياتهم على الكنين وخاصة بهذه الظروف الصعبة هذة بعد في أحد الأشخاص أنا عم تحكي معه أنه في مجال تسأل الشيخ أنا عندي مبلغ مناح هلأ بديش خمسوا كله لأنه حالية تان في خمس مثلا من قيمة عشر تانيف وعم رأس سنتي لعشر تانيف قلتلوا والبقاية للمبلغ قليك قال لي ما علي دان يمكن يطلبون بالدايمين ببتسك كذا نعم ببطن أقضى قلتلوا طيب يعني بدلت تعمل رأس سنتي من قيمة عشر تانيف وقليك المبلغ بتخليهم عجليك بتعوزهم إذا بدون يطلبوا منك الديمين قال لي آه قلتلوا هلأ أنا لحو أترح السؤال عفضيل في الشار ومنشوف شو بإني هلأ هول مبلغ من إجمالك قال مش إنه من إنتاج السنة من كذا سنتي مصند ومش عم بخمي واضح واضح يعني مرة عليهم الحاول أكيد مرة السنة عليهم أكيد يعني بالضبط مري عم كذا سنتي هلأ خمس عشر تميل واضح السؤال واضح واضح السؤال مع أنه ما في دين دين الله أولى أن يسد أمام دين الناس ولكن في تفصيل بهذا الموضوع أكيد شكرا لأتصالك حاج قاسم شكرا سمحت الشيخ مسألة مهمة الله يبارك فيكم وتحيات تحياتنا لأيلك وللمستمعين بكندا والمشاهدين مسألة مهمة مولانا أنه بيكون عنده مبلغ لازم يتخمس هذا المبلغ بيقول لك إذا أنا خمسته رح يمقص كتير وفي عندي ديون وكذا بيقدر يخمس جزء منه أصلا مسألة الدين يستخنى إذا كان الدين للسنة التي الربح حصل على الربح فيها لما أونت سنة الربح أما إذا كان مثل ما ذكرته أخيرا أنه الربح هو المال لسنوات سابق وقد تعلق به الخمس يعني حصل وتعلق به الخمس خلص صار الخمس يجب أداؤه لكن إذا إنسان عليه الآن أرباح هذه السنة اللي بده يخمسها وعليه دين لهذه السنة بده يستثني ما فيه استثني الدين طبعا إذا كان هذا الدين من هذه السنة يعني أفرض عنده ربح لنقول عشر تلاف وفيه خمس TH un أما إذا كان هذه الأرباح لسنوات سابقة قبل الدين وتعلق بها الخمس لا بده يخمس فبصير الحال إذا مش لنفس السنة اللي هو فيها لحتى يسنثن الدين إذا عن سنوات سابقة ولا يستثن الدين هنا فمنقدر يعني يقدر بالإجازة من الحاكم الشرعي أن يخمس الآن هالعشر تلاف ويؤجل يعني بمعنى أنه تأخير دفع الخمس أو تقسيط الخمس بالإجازة باعتبار أنه هو بحاجة لهذا المال وقد يقع في عسر إذا الآن أخرج الخمس فيمكن تأجيل دفع الخمس بالإجازة بس مش إلغاء الخمس طيب فإذا بناء لكلامكم مولانا خلينا نعطي مثال صديق للحاج قاسم في معه خمسين ألف دولار هو مر عليهم الأحوال مش الحاوج مش سنة وحدة سنة وقت وقع فيهم الخمس طيب هو يعني يقول أنا علي ديون فما في استثنيها لأنه هذه الديون ليست من أرباح هذه السنة طيب هو إذا دفع هذه الديون من هذا المال ما هذا المال الخمس لم يسقط من دمته فهو شو بده بده أن يخمس عشر تلاف عشر تلاف الحل بناء اللي تفضلتوا فيه أنه هول خمسين ألف قديش خمسهم بتأخذ إجازة من الحاكم الشرعي بخمس يعني أفرض من مقدار عشر تلاف يدفع ألفان وبيبقى أعلى تلاف بيبقى أعلى تلاف خمس الخمسين ألف عشر تلاف بيدفع مثلا ألفان خمس بقيمة من مقدار عشر الألفان وبيبقى أعلى تلاف يبقى أجل دفعهم بيأجل دفعهم هيك حتى يكون بأدمته بريئة إن شاء الله مولانا في واحدة من المفطرات التي نعلمها جميعا هي الكذب على الله ورسوله ماذا يعني الكذب؟ بعض الناس بفكروا إذا كانوا عم يقرأ القرآن وغلطوا معلته أنا أفترض اليومين كنت عم بقول لك يلمس أنه عم يجينا استفتاءات يعني وصلت يعني هي بتوصل مثل أقولي الخبرية بتكون شغلة بتوصل لعاشر واحد شغل آخر فواحد بيبعث لنا سؤال بالاستفتاءات سماعت بأنه قراءة القرآن لا تجوز أثناء شهر رمضان قراءة القرآن لا تجوز كيف وصل اللي عنده لا تجوز للصائم أثناء شهر يعني شو القصة لأنا عارفين لأنه يعني مسألة معروفة عندنا أنه بعض بيعتبر أنه عم يقرأ قرآن عم بيغلبت بالقراءة يعني كأنه كذب على الله لا هيك مش صحيح فمع إماناته أنا أفترض بس أول ما نتشير أنه الكذب على الله تعالى ورسوله لأمه مش مفتر على رأي سمحت سيد فضل الله ليست من المفترات هي على رأي البعض من المفترات ثانيا الكذب شو يعني أنه عم تنسب شيء لله ولرسوله ولأوليه عم تنسب شيء يعني تنسب آية أو حديث لم ترد في القرآن أو حديث لم يرد عنهم فأما إذا إنسان عم يقرأ قرآن وغلبت بالحركات أو غلبت بالإملاء بكيفية الكراءة هذا اسمه كذب ليس ما خص به أنك أنت كتبت جبت شيء واخترعته لم يقوله الله سبحانه وتعالى ولم يقوله رسوله جبت شيء واخترعته أنت عم تقرأ الآية التي هي في القرآن الكريم لكن أخطأت في قراءاتها ما إلى علاقة بالكذب وكونها مفطرة فلاحظ كيف أنه بتوصل للمسألة في ذلك بس مثل ما أشرنا عرأي السيد ليس أصلا مفطرا ليس من المفطرات تعمد الكذب على الله تعالى وهي شو منقول تعمد الكذب إن إنسان يجي يخترع آية ويخترع حديث ينسب شيء أنت هون ما عم تغير مضمون الآية واحد ومضمون الحديث كل ما في الأمر غلط بالقراءة جيتنا ألف حديث بمضموني هلأ نحن مثلا بكلامنا بعض الحديث ننقلها بحسب المضمون ما عم أقول والله نزل صدر من رسول الله كذا وحرفته عمدا أو صدرت الآية ونزلت الآية عم حرف الآية عمدا وعم أنسب مضمون جديد لم يقوله الله سبحانه وتعالى يعني هذا هو الكذب على الله ورسوله والإمة أن ننسب إلى الله ورسوله كلاما لم يقوله ونتعمد ذلك ونتعمد ذلك عند بعض الفقهاء عند السيد أصلا مش مفطر يعني يأثم إذا واحد كذا بيأثم لكن ما بيفطر فبتوصل عند أنه بنتداول الناس فيما بينها بالأسئلة أنه والله سمعنا أنه قراءة القرآن مبتلة للصوم قراءة القرآن لا تجوز أثناء الصوم يطم الكبر يعني هذا أمر يعني بديهي طبعا أذكر المشاهدين والمستمعين بأرقام الهاتف التي يمكنوا من خلالها أن يتواصلوا مع هذا البرنامج مباشرة على الهواء 009611822914 009611843180 سمحت الشيخ سؤال يقول عندي أخت لسانها صليد جدا وصوتها مرتفع لا تحترم أحدا على الإطلاق لا زوج ولا أهل ولا إخوة أنا أتجنب الكلام معها لأنني لا أتحمل هذه الصفات الموجودة فيها إخوتي يقولون لتجاهليها ولكن هذا يزيد من تطاولها علي هل أنا مأتومة بعدم التعاطي معها علما أننا تكلمنا بالموضوع بهدف أن تغير تصرفاتها فقالت أنا هاك الله خلقني هاك يعني ما في مجال للتغيير لا أما أنه الله خلقها هاك لا الله خلقها يعني بعقل ووعيا وفكرا وطبعا وهدى الله يعني أتى كل نفس هداها الله سبحانه وتعالى لا ما خلقها هاك بمعنى أن نكون لسان صليت أو لسان مؤثن الله خلقنا لكي وجعل لنا العقل والهداية لكي نتصرف ونهتدي إلى مكارم الأخلاق الله سبحانه وتعالى هاك بدينا أن نكون على حسن الخلق وحسن التعاطي والكلام الحسن وقول للناس حسنا وإلى آخر وأنك على الخلق الأخلاق الإسلامية التي يجب أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كيف ما نكون مسلمين كيف ما نكون على خطة رسول الله القرآن الكريم اللي حدثنا عن الأخلاق وعن وغدد من صوتك أن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير وإلى أخير ولا تمشي في الأرض مرحا إلى أخير من الأمور عن الخيالاء عن التكبر عن علو الصوت يعني إذا ما نش ناخد بهم كيف ما نكون مسلمين يعني بس على الهوية ما نكون مسلمين ففكرة أنه الله خلقني هكذا مش صحيحة يعني ناس آه يعني هلأ أي إنسان اللي بدك تواجهه بخطأ بيقول لك الله خلقني إذا واحد بيعصب بيقول لك الله خلقني هكذا هذا كلام غير صحي وغير سلي ألا مثل لما يعني الكلام بجر الكلام مثل لما واحد يتصل فيك بيقول لك أنا بعصب وبدخن يعني جايك جايك سؤال يعني نحكي فيه جايك سؤال طويل عريض هون هذا مشكلة طرحه فلذلك بس مع ذلك مع كل يعني هالسلبية الموجودة بهذه الإنسان اللي عم تتكلم عنها مش معناته أنا بقطع العلاقة كأخت مع أختي لابد أن أستمر بصلاة الرحم بالنحو مثل ما أنا بيري إنسان بيوازن إنسان عنده ميزان في التعاطي يعني هون لازم أحكي هون لازم خفف هون لازم والله علل نبرة شوي هون لازم لا أحكي بلين يعني أحيانا إنسان بده يوازن عنده ميزان في عقله كيف يتصرف مع كل حالة تواجهه هالشخص كيف لازم أنا واجهه لما يعصب وهالشخص كيف لازم واجهه لما يغلط معه أحيانا لازم امتص الغضب والنقمة مثل ما أنا والقاضي من الغايد وأحيانا لازم لا يعني ما خلي سكته بأنه لا ما خلي يعلى فوق بالصوت أو بالعييد أو بالظلم لا لازم على فوق ذلك فوقه حتى يخففه لذلك لابد من ميزان في التعاطي بحكمة مع الأمور مسألة الميزان ضرورية جدا مولانا أن يتعاطي الإنسان بحكمة وهناك مسألة أيضا مولانا ألا تعتبر أنه كل شخص فيه إله مفتاح أحسن يمكن نتيجة هذا التواصل بينه وبينه لابد أن أكتشف مفتاح أختي هذه مهم جدا النقطة مسألة مفتاح كل إنسان أحيانا هذا اللي عم بعيت عم بعبر بالعيط والسريح وهذه قطعا هيك مش بس أحيانا هو كذلك اللي عم بعيت ويسرخ ويعصب عم بعبر بذلك عن شيء هو يحتاجه وفي يعاني عن معاناة معينة عن شيء يحتاجه وعم بعبر عن معاناة معينة عم يفرغ فيه أحسن فيه بداخله معاناة أمر متضيئ منه مأهور منه ظلم معين أو أفرض نقص معين يراه في نفسه يعبر بطريقة وبأخرى لذلك هذه مسألة أنه مفتاح هذا الإنسان يعني هذه الأخت تعرف أختها أن تعرف أختها ماذا تحتاج نعم يعني بأي تعاطي لازم أتعاطي معها صادقها كون علاقتي معها منيحة لحتى هي تتحدث لي لحتى تقل لي والله هالشغل كذا هالشغل مديقتني كمان الإنسان مهم جدا أن يعالج الآخرين مش مسألة أنه طبيب نفسي من أن نأخذ كل إنسان يعني بعصب عن طبيب نفسي نعرف نعالج الآخرين كيف نتعاطى سمعه بأي أسلوب رسول الله صلى الله عليه وآله والأم عليهم السلام مولانا عندما تقرأ هذا التاريخ تجد أنهم كانوا يعني كانوا أساتذة في اكتشاف أساتذة أحسن يتقول يضعون الأصبع على الجرح أبدا تماما ولذلك كانوا يعملون دائما بالقاعدة القرآنية التي يدعو فيها الله إلى أن ينحول أعداءنا إلى أصدقاء ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لأنه بدها يعني تحمل الله قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظا عظيم مولانا بالموضوع اللي كنتم عم تتكلموا عنه أحد الأخوة باعت شرح طويل ما رح أقرأ كل السؤال ولكن عم يحكي عن معاناة هو مدمن قهوة ودخان ما بيعرف يوعد بدونهم برمضان بيعكس وقت شغله بصير يشتغل بالليل والمشكلة بينام بعد صلاة الفجر إلى العصر يعني بيصوم شيء أربع ساعات تقريبا وحتى بقول أربع ساعات هو يدخن يعني يدخن في هذه الأربع ساعات يتحاشى الناس وبقول أنا مش مرتاح بالصيامي حاسس حالي عم بضحك على ربنا بتجنب الكل لأنه سهل حدا يستفزني لما يكون صايم وبنرفز بسرعة خصوصا مع وجود زوجة مستفزة بغير قصد هو عم يطرح للقصة مولانا عشان يقول بما أنه المريض بيقدر يفطر ألا تعتبر هذه حالة مرضية ليش ما يعتبر الإدمان على القهوة والدخان حالة مرضية يجوز معها الإفطار ببعض الحديث لا ولا كرامة بيقول لهم من قوله لا لا يتعبر لا تعتبر حالة مرضية ولا مبر ورح 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 مش مسألة أنا اللي بيسألونها هيك نوع من الأسئلة هلأ بغض النظر عن نفس الأخلاح أنا ما نوجه كلامنا يمكن الله سبحانه وتعالى أدر به شو وضعيته مثلا بس ما نحكي بيش هكذا العام اللي بيسأله هالنوع من الأسئلة واللي بيعيشه هيدا الحالة هيدا النوع من الحالة بيقول لك أنا ما بيقدر أترف قهوة ودخان وبعصبه واستفزه إلى آخره ليش الإنسان بدي يضعف حاله بهذا الشكل نحن ما نعبر بعبارة تانية من استعمالها أنه ليش بدي يعمل حاله إنسان خلوه مثل الورقة مثلا حط مسألة المرض عجلة لا كلام لنا في المرض إنسان مريض عصبية يعني شقص طبيا بأنه معه مرض عصبي معه مرض نفسي ما قلنا شغل الله يعافيه ونقول له فطار نحن عم نحكي عن الإنسان السليم بيجي بيعمل حاله ورقة وبيعمل حاله ضعيف وبيعمل حاله الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله يعني يسيطر على العالم كله الإنسان الآن بعقله بنشاطه بجهده بتفكيره والما وصل إليه من علم بيسخر الكون كله وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر الآن بيجي بضعف حاله قدم القهوة والدخان وبيقول لك أنا بعصب لا هيده مش صحيحة مثل ما عم يترك الطعام والشراب بده يترك هالشي قربة إلى الله هيده وهم وهم وهو عم بيعم يوهم حاله وعم بفهم حاله هالأمور وعم بيصدق حاله الآن الإنسان المجاهد اللي بيتدرب وبيطلع عجباله وبالتلج وبجاهد العدو يعني هيدا شو هيدا بكر والله أمام الله بقول يا ربي كلفني بما لا أستطيع يعني نقعد بأرضنا لا من جاهد ولا من صل ولا من صوم فيه أحيانا لربنا مثلا بيرها لعمره 95 سنة وعم بيقاتل عولاده وبيدي صوم وهن بدون الشيء خلوه يصوم صحيح وعبره 95 سنة الآن الإنسان لما يكون بصحته بعافيته هيدا إدمان على الدخان بيقدر يخففه تدريجا ما يدخن بالنهار دخن بالله خي يعتمد عفتوه من يجيز ناس شو عم نحكي بنهار الصوم هيدا كحساب تاني بتصير لأنه نقول له دمت عفتوه من يجيز وحاول تدريجا ترك التدخين بناء على رأي السيد في الله بحرمته فأولا أنت عم تترك تدخين مراعاة لصحتك عم تترك الإدمان وعم تأوي إرادتك وما ضعوا فبدنهم عم قويت عليهم وهمهم الرجال تزيلوا الجبال وهذا الحديث الإمام الصادق عليه السلام مش نحنا عم نقوله لا سماحتك والمرة ذكرناها عن سماحت السيد اللي كان يستشهد فيها عزمة من عزمات الرجال دواؤها هذا الملك الملك مش اللي ما كان يقوله علاج يجا هيدا الحكيم قال له عزمة من عزمات الملوك دواؤها فإنسان عنده عزيمة عنده إرادة عنده قوة تزيل الجبال ما بيجي بيعمل حاله ضعيف وعم بيموت ومي إلى أخيره ما بيقدر أترك الدهو الأهوي والدخان وبعصب لا إخي ما تعصب تكليفك ما تعصب الله سبحانه وتعالى ألزمك قول قربة إلى الله أنا بدي ألزم نفسي بالهدوء وبي ألزم نفسي بالتعاطي الإيجابي بدي تجنب التصادم مع الآخرين وبيقرالي شوية قرآن بيضعي الله بيظهر بالطبيعة بيظهر بشم هوى بيقعد شوية بتأمل بيقرالي كتاب يعني هي في هايك الحياة فقط أهوه ودخان وتعصيب واستفزاز ونوم يعني لا هذا مش مبرر وكيف سيظهر المعدن معدن التقوى فينا إذا ما كالإنسان يتعرض بهذه التجربة وبيبين يعني هي تجوهر الإنسان حتى الله بيقول حتى يميز الخبيث من الطيب ليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم في أول حلقة ذكرتم حديث الإمام علي إنما هي نفسي أروضها أو أروضها بالطقوة بالطقوة لتأتي آمنات يعني هذه بدو الإنسان يعني يجاهد من الآن مبارح دي الخطبة الجمعة ذكر سماحت سيد علي مسألة الحديث أنه الجهاد الأصغر والأكبر صحكم لا أنه مرحبا بقوم قدوا ما عليهم من الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر نحن نجاهد العدو يا رسول الله يعني هذا جهادنا أصغر قال نعم جهاد الأكبر هو جهاد نفسي ضد شهواتها سبحانه لما تجاهد ضد شهوات نفسي طيب سمحت الشيخ بدنا نروح لفاصل نرتاح قليلا نحن والمشاهدين والمستمعين ونعود فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدين ومستمعين فلا تذهبوا بعيدا مشاهدين ومستمعين الأحبة أهلا وسهلا بكم من جديد قد عدنا إلى القسم الثاني من حلقة اليوم من برنامج فيقه الصوم وجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو سمحت الشيخ حسين عبد الله أهلا وسهلا بكم سمحت الشيخ رح نمر السؤال قبل ما نشوف فقرة سين جيم حكم تقديم الطعام للعمال غير المسلمين يمكننا ذلك اليوم يحكينا إذا كان عنده ضيوف لا هون عنده عمال يعني واحد عنده ناس عمال كده غير مسلمين هل هو مأثوم إذا قدم الطعام لا ما فيه يسلم مدام مثل ما أنه غير مسلمين يعني إحنا غير مكلفين بالفروع يعني إيه مش مسلمين لا يصومون لاتباعهم دينهم هذه مسألة قضية التكليف بالفروع بصير مسألتين حتى يترتب عليها بعض الأحكام فلا ما أشكال هون أن يقدم لهم الطعام مدام غير مسلمين ما فيه مشكلة بس مثل ما أنه رأي عدم التجاهر بذلك في الملأ يعني عم يأكلوا بالبيت عم يأكلوا مش إنه في الشارع أو فيه بشكل عنني يعني طيب إلى فقرة سينجيم وأخذ زهراء شبلي لنشوف شو محضرة اليوم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بدي أسألك شو بتعرف عن الفدية والكفارة والفرق بينتهم شو الفدية وشو الكفارة؟ لك أول شي الكفارة أنك أنت إذا فطرت بشهر رمضان تدفع كفارة الفدية حسب معلوماتي فيك أي مرة وبأي وقت برمضان وخارج رمضان تعطي فدية فدية هي إذا إنسان كان مريض وما قادر إنه يصوم أو هيكي فبياخد الشخص مثلا مبلغ معين أو شي بيدفعه فدوا عن فلان يعني هايدي هي الفدية الكفارة إذا أنا مثلا افطرت افطار متعمد كمان بدأ ادفع كفارته يعني الفدية والكفارة الفدية إذا إحنا اضطرينا على الافطار متل مرض ما قادرين نصوم من وراه هون من ندفع فدية تندفع قبل ما يبلش السنة الجديدة الشهر الجديد والكفارة هي لما نفطر عمد وإن شاء الله ما بتصير عند حدا هلا بس واحد يصوم شهر رمضان أكيد ويخلص بيدفع الكفارة والفدية هاي ما بعرف عننا صراحة هلا كالكفارة معروفة بشكل عام بس كالفدية مش كتير عالم سمعانين عنا بعرف الكفارة إنه إذا كنتي عليك قضى بديك تصوميهم قبل شهر رمضان فإذا ما لحقت تصوميهم بديك تدفع عليهم كفارة لحتى تصوميهم بعدها ها هو اللي بعرفه وإذا في شي عامت كمان بنتوجب عليك كمان تدفعي شي أو تصومي الكفارة هي لما نحنا يجي شهر رمضان ويكون بعد علينا قضى فأجواري بدي أدفع الكفارة عن هود اللي أنا ما قضيتهم حتى ما يضلوا علي ما بيجوز يعني والفدية هلا الفدية ما كتير عندي معرفة كاملة عنها على مين بتنصرف الكفارة أو الفدية الكفارة بتنصرف على أهل المحتاجين الفقرة يعني الأكثر أشد فقرا يعني بنحطها نحنا مثلا بمكاتب معينة نعرف وين بتروح أكيد اللي هني أكتر ناس بحاجي هلا نحنا عادة بنحطها بصدقة لسيد محمد حساني يعني هو بيتصرف فيها بس ونه مرة انتبهت للموضوع على الفقرة فاني بحطة وهن أنا بشيل عني يعني فبوضيها لمطرح هن أهل لستقى وهن بيعرفوا كيف يصرفوها لا هون فيه إطعام وفيك تساعد المصاري يمكن أن تتفعلوا حق دوا هدي كفارة بس بالأكل يعني ينصرفوا على الأكل مجدروا الخبز متل ما بيقولوا لا بس حبوب أي شيء أكل لحمة جيج بس أنه أدوية أو شيء تاني حتى لو كانوا مضطرين عليه ما بجوز ينصرفوا عليه لا بتتخبز على اليوم أو كله طحين حصل أهلا وسهلا بكم من جديد مولانا قبل أن ندخل في تفصيل الكفارة والفدية والفرق بينهما وتعريف كل منهما بل نرجع ناخد الحج قاسم على الهواء مباشرة من كندا أونتاريو أهلا حج قاسم السلام عليكم عليكم السلام حجم وسمعنا توضيح عن السؤال وكان توضيح جيد جدا بقى قلت له للشخص مثلا هاي الرقم وتتصل إنت وتستأذن منه وبتحكيه قال لي معلاش حاج فيما جيل وقلك لإليك وإنت تتصرف ومنحكي فيها بعدين هلا قلت له لا حكي مع الشيخ أنا هلا هو من مقالضين السيد محمد حسان رحمة الله عليك نعم هلا بيمشي حال إذا وكلني لإليه وقمت أني بالمهمة وكيفية الاتصال معك أو مع الشيخ بيمشي الحال نعم حتى بيمشي الحال المصالحة نعم شو بدي تاوي لأنه المبلغ يفوق الخمسة والخمسين ألس طيب الأول بقدرته لخمسة وعشرين نعم خلي هلا فيي أني أتوكل عنه أول الشيخ شو رأيكم مولا؟ فيي أخذ الإذن منكم ولا كاب واضح حاج أخذوا الشرح مرة ثانية وتحملوني معنا الله يبقى واضح حاج يعني سمحت الشيخ رح يعطيك الإذن مباشرة نعم ما فيه أي أشكال بيمشي الحال إن شاء الله بيمشي الحال إن شاء الله ما فيه أي مشكلة فيك تتوكل عنه حاجة وبتابع الموضوع معنا إن شاء الله يا أهلا وسعلا حاج قاسم الله يبارك فيكم شكرا لإتصالك مولانا موضوع الفدية والكفارة واضح أنه فيه تشتت بالإجابات وعدم تعريف شكل واضح شو الكفارة وشو الفدية الواقع ما الفدية عم يعني مسألة شرحة وإيصالة مثل ما ذكرت سابقا الناس عم اتعبنا كتير لأكيد نحن نتحمد بس مقصودة إنه عم نبذل جهد لتعمم هالثقافة بدل الأفكار الموجودة المغلوطة دايما في كتير ناس بعدا لهل يعني يمكن من سنوات من هن ومكلفين وبيدفعوا الفديات والكفارات عن أهلهم عن نفسهم عم يدفعوها مصاري نعم من دون ما يبينو مثلا بيحطها بالصندوق أو بيوصلها عالمكتب أو أي جهة مثلا بيعرف والله لنقول أيام كانت ولا نقول الفدية هي تليوم ألف وخمسة مثلا ربطة خبز أو كيلو فدية الشهر كله لنقول 45 ألف بيروح بيدفعا 45 ألف ما بيبين فهون إشكال من ناحية ما بيبين يعني ما بيقول إنه هايدي شو هي لو بيبين للمكتب إنه هايدي فدية بيحط المكتب بخانت وبيصندوق وبيظرف لنقول الفديات لحتى نصرفها كفدي اطعام لأنه إلى مصرف خاص لو كان في صدقة زكاة الفطرة يجوز دفع الثلاثة كلوات من الطعام نقدا يجوز دفعها بقيمتها نقدا وصرفها مصاري وتسليمها مالا نقديا للفقير سهل القصة بيمشي الحال لكن الفديات والكفارات مصرفها خاص لها مصرف خاص لازم كل الناس تلتفت اللي بده يدفع الفدي بده يدفع كفارة بده يجيبها المصاري هو عم يوكل ويسلم المكتب له لأنه ما بده يخفف عن نفسه مسألة تصريفها صعب عم يجيبها المصاري بس بيقول أنه هايدي فدي وهيدي كفارة وما بيدفع مباشرة مصاري للفقير المحتاج بده يدفع له صدقات قد ما بده يدفع له بس ما يدفع فدي وكفارة هايك مال نقدي ما بتبرأ دمته فإذا مولانا كل واحد بده يدفع للمكتب أو لغير المكتب أي مكتب فدي أو كفارة لازم يقول هايدي نقطة فدي حتى يتبرأ الدم وما يسلمها يروح يسلمها للعوائل المحتاجة مصاري مباشرة كمير لحتى تبرأ دمته ليش؟ لأنه الفدي والكفارة عبارة عن شو؟ لأنه الفدي هي إطعام مسكين عن كل يوم عبارة عن تسليمه مدا من الطعام أقل شيء والأفضل يسلمه مدان يعني كيلو ونص والمدة ثلاثة ربعة الكيلو مانا نسلم هالفقير هالمحتاج عن كل يوم أفطرنا فيه مقابل هذا اليوم بده يكون نحنا عم نفدي هذا اليوم مانا نفدي هذا اليوم بهذه التمية من الطعام حتى الله يجعلنا بدل ما أنه ما صمناش عم نبدل هذا اليوم ونفدي بهذه الطعام ندفع عن كل يوم مد من الطعام لعائلة فقيرة لفقير لمحتاج حتى تبرأ دمتنا فأو ندفع عن كل يوم مد من الطعام للفقير أو نجيب هالمصاري منوكل فيهن هالمكتب أو الجهة المقصود الشرعية حتى تصرف هالفديات كما يجب والكفارة إذن الفدية إما عن الشخص المريض المبي قدر يصوم أو كبير في السن أو اللي أخر القضاء إلى السنة التالية للمضان التالي فإذن هول عم نعددهم الفدية إما عن المريض أو الكبير في السن أو من أخر القضاء أو الحامل أو المرضع إذا أفترطا خوفا على الجنين أو خوفا على الرضي هذا الفدية بشكل عام هايك صورة الواضح والكفارة كفارة الإفطار العمد هي الذي يفطر عمدا في نهار الصوم من دون أي عذر عليها أن يدفع كفارة إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ما بده يطعام ستين مسكين بده يوزع طعام مد أو إشباء أو وجبة لكل مسكين مد من الطعام أو إطعام يعطيه وجبة شبه لكل مسكين من المساكين الستين فلذلك بده يجيبها للمصاري وعادة أغلب الأحيان بيتيسر عند الواحد ستين واحد يوزع لهم ما بيكفي يعطيها كفارة ستين لشخص واحد بده يعطي إطعام لستين شخص محتاج فلذلك هايدي أصعب من الفدية بتصير وأولى أنه يجيبها المصاري وقال لهم هايدي كفارة كبيرة كفارة أفطار عمد توكلوا فيها هي كلمة كفارة حاملة معناها يعني أن تكفر عن ذنبك تكفر عن المخالفة المعصية لا ترتكبتها بالأفطار عمد طيب مولانا أحسنتم جواب كان مختصر جدا وكان واضح وجامع وشامل فسرت مصرفها وفسرت كيف يمكن أن تعطى هل ممكن تعطى مال أو غير مال حسمت الموضوع أنه يجب أن تكون إطعاما في سؤال هون مولانا على الواتس أب يقول إذا واحد ممعه يدفع فطرة شو بيعمل زكاة الفطرة أحسن لممعه يدفع فطرة لأنه زكاة الفطرة مئة وخمسين ألف مئة وخمسين ألف عن الشخص يعني اللي عنده خمس وست يعني بعياله أكيد بديدفع مبلغ صار فإذا كان بحسب قدرته المادية كما ذكرنا أمس لا يستطيع يعني إذا بديدفع زكاة الفطرة لسبعمية وخمسين ستمية مليون هذا عم بيروح من طريق يعني ما عيشته إلا نفسه وعياله لا يتجب عليه لا يتجب إلا على الغني شرعا وإلا من يملك قوت سنته فإذا كان فقيرا شرعا لا يجب عليها أن يدفع زكاة الفطرة وإذا أحب من باب الاستحباب أن يدفع زكاة شخص واحد يعني أن يدفع زكاة نفس واحدة ويدورها بين عياله وبالآخر واحد تخرج من آخر واحد آخر فرد إلى صندوق الزكاة مولانا سؤال يقول هل يوجد حياة في عالم البرزخ؟ الله سبحانه وتعالى يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون يعني الكرآن الكريع يذكر أن الإنسان بعد الموت هو في مرحلة برزخية والبرزخ لغة هي الشيء الوسط المتوسط بين أمرين أو مرحلتين فلذلك ورائهم برزخ يعني هناك مرحلة تسمى بالبرزخ القرآن عم بيسميها هناك مرحلة تسمى بالبرزخ هي بعد الحياة الدنيا وقبل يوم البعث والنشور قبل يوم القيامة يعني مرحلة القبر وفي مرحلة القبر هلأ بيدور الجدل كما تعرفون أنه والله في عذاب قبر ما في عذاب قبر وبيتخانقوا بشكل أنه لا نرجع للمسألة تحقيق علمي وكلام علمي واضح لأنه بحجة والله أنه كيف ما اليوم القيامة هو في عذاب كيف بده يكون في عذاب بالقبر أصلاً ما حدا قال أنه في عذاب بالقبر مثل عذاب يا وطني شو عم نعمل لأياما عم تقوم قبل ما تقوم ساعة لا مش عذاب اللي هو الكفار في النار ومش نعيم المؤمنين اللي هو بالجنة بعد الجنة والنار ما وصلوا له فلكن هذه المرحلة مقدماتي فيها برزخي ما اسمها مرحلة وصدية برزخي فلكن فيها مساءلة وحساب هلأ أكبر دليل هلأ الأدعينا عم نقراها بشهر رمضان أبكي لطلمة قبري أبكي لديقي وحدي أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي طيب شو معناتها هذا بالأدعي والأحاديث الأدعي والأحاديث والآيات واضحة وضربها تعلق مثال آياتين لأنه اللي بيجادل أنه ما في أنه خلص أنه واحد لا يشعر بشيء أنه من لما بيموت لحين ما يبعث مش صحيح الأي اللي بصورة ياسين يعني بتمسكوا فيها قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا مثلا مش دليل يعني لا تدل على العكس بالعكس هم مثلا من بعثنا من مرقدنا يعني بالعالم كانوا في مرحلة سبات في مرقد والبعث هو اللاحظ البعث والنشور هو بعد أن تتفتت الأجساد وتتناثى وتندثر وتصيد نقول أعظامه مكاحن وتراب وتراب يعود ويتجمع هذا الجسد إيه قالوا يا ويلنا من بعثنا يعني هم يتفتت مسألة البعث بعد الموت وبعد التفتت والتحل والكذا وأنه صار بالتراب وهذه الأجساد طبعا مش عدم ما منقول أنه أصبحت عدما وهذه المسألة الفلسفية أنه ما في إعادة معدوم لا أصبحت هذه الذرات أو الأجزاء تناثرت والله سبحانه وتعالى جمعها وبعثها من جديد يمكن لأهوال ما يرون إذا بتلاحظوا مولانا هاي الآية تحديدا بسورة يسين ما بعرف صلحولي إذا أنا غلطان بهذا الموضوع هي تتحدث عن الناس الذين يعذبون أو سيعذبون ما بتحكي عنه هو قالوا يا ويلنا من بعثنا من المرقب هذا ما وعد الرحمة يمكن لأنه من هون ما سيرون يوم القيامة بقولوا رزق الله على أيام القبر هذه الآية لا تنفي يعني واحد إذا شاف معنى الآية ضيور لا تنفي والدليل في عندك بعض الآيات مثل مثلا وحاقة بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب لاحب يعني بهذه المرحلة وحاقة بآل فرعون والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة تأدخل آل فرعون من بعد ما غرقوا واضحا لأي ظاهرها واضح نعم أو في آية أخرى تتحدث لعله عن هذا الأمر هل لاحظت السؤال وإنه لنا يعرضون عليها ما ليعدبون ساعة وفي أي أخرى كمان إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة طبعا الذين كفروا مفعول به ملائكة فعلا إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم لاحظ هون يتوفى باللغة العربية عندك عطف الواو والفا يعني بتدل على العطف مع قرب ثم بتدل على البعد هون لا استعمل لثم ولا الفاء ولا الواب متصلة يعني مباشرة بعد الموت ما في عطف يدل على المساثة القريبة أو البعيدة على الزمن القريب إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يعني مباشرة بعد الموت قبل يوم القيامة يعني هون بمجرد ما ماتوا أكلوا أتلي بلاشوا بلاشوا فيهم فلاء هؤل الآيات ألا بدل بشكل واضح على مسألة أنه في بالقبر محاسبة ومساءلة ونوع من العذاب مش عذاب يوم القيامة نوع من العذاب والضيق والراحة وإلى آخر طيب مولانا في عندي سؤال أيضا حكم من أفطر بالمطار واحد صار يعني كان بده يسافر وإجا هو بالمطار إجا وقت الغروب فأم أفطر وطلع بالطيارة بعد ما طلع بالطيارة رأى الشمس من جديد صار الأفق عنده صار الأفق هو صار أعلى بكتير إنه الأفق أو إذا كان عم بيسير بعكس يعني إتجاه الشمس نعم فهو شاف الشمس من جديد أفطره صحيح أفطره وهل يجب عليه أن يمسك لا يجب عليه خلص ما هو مضى هذا النهار الذي كان فيه مكلف بالصوم وهذا مرحلة جديدة بعد ما انتهى النهار اللي هو كان مكلف فيه بالصوم نعم خلص الآن أفطر وخلص النهار الصوم لديه ما طلع فجر جديد حتى يصوم ويمسك لا هم تبين أنه بعد يعني لأنه صعد علوا أو اتجه باتجاه معاكس نعم فبينت له الشمس نعم أفطره خلص نهار صحيح مولانا سؤال أيضا عن موضوع من يخطئ فيه قراءة القرآن شو حكمه ما إشكل يعني مدام مش متعود مش متعفن مش متعمد لا يأثم نعم من إحت الصوم لا يبطل صومه هذا الجواب الواضح صومه لا يبطل بالخطأ في قراءة القرآن لكن الكلام بالإثم وعدم الإثم ما حدا بيجي بيتعمد أنه يغير حرف وكلمات القرآن ما في إثم لأنه عم يؤرى ويغلبت من بها ما بيعرف يؤرى مضبوط كما بيانتم في القسم الأول بالتفصيل في هذه الحلقة سؤال يقول لماذا لا نعرف قبر السيدة فاطمة الزهراء وهل صاحب الزمان يعرف مكان قبرها وما الحكمة من ذلك يقينا الآن يبدون يعرفه يعني صاحب الزمان إمام صلوات الله عليه الإمام المعصوم أكيد بده يعرف يبده هي نوسأل واضح بس نحن لماذا لأنه يعني عندما دفنت صلوات الله عليها وكانت قد أوصت قبل وفاتها بأن لا يحضر جنازتها يعني الناس يعني أمرت عفوا أوصت عفوا أوصت أمير المؤمنين عليه السلام بأن تدفن سررا وهذا يقول يعني إعلانا في غضبها على القوم وعلم رضاها والله سبحانه وتعالى مثل ما بنعرف في الأحاديث يرضى الله لرضاها يعني ويغضب لغضبها كما جاء في الأحاديث الواضح عن النبي صلى الله عليه وآله فإعلانا في غضبها على القوم الذين يعني خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وأحدثوا في الإسلام شرخا ودايما غضبوا فاطمة عليه السلام بمصلحة الإسلام ورضاها من رضا الله سبحانه وتعالى مش شيء شخصي وذاتي إعلانا في غضبها وعدم رضاها لأجل أنهم أحدثوا شرقا لأجل ما حصل من فتنة يعني كبرى لا نزال نعيش أثارها يعني الأمة الإسلامية عاشت أثار ذلك إلى الآن يعني إلى أن يظهر صاحب الأمر عجل الله ورجاله الشريف فلذلك أوصت أن تدفن سرا فأخفى أمير المؤمنين عليه السلام قبرها وجاء القوم لحتى أنه يعني بينوا أنه كيف يعني بينوا حميتهم أنه كيف تدفن بنت رسول الله صلى الله عليه السرا وحدث ما حدث من هيك بعد الحالة يعني حالة خلاف أنه أرادوا أن يتعرفوا فمنعهم أمير المؤمنين عليه السلام كما وجود رويب البحار فلذلك يعني من هنا كأنه هذه دلالة يعني كجواب على السؤال كأنه دلالة على المظلومية حتى تبقى هالمظلومية حية وحتى تبقى وصيتها بذلك والحكمة من وصيته حتى تبقى حية في الأمة الإسلامية كأنه نعم وفي احتمال ببيتها وفي احتمال بالبقيع كما هو أيضا يعني محصورة المسألة نعم مولانا البعض يعني أنا بدي أختم كنت الحلقة ولكن يعني البعض يقول أنه عندما تعودون دائما إلى هذه الأمور وكأنكم تنبشون التاريخ وتعملون على إيجاد الخلاف مسألة تثبيت الحق لا يعني أن أدخل في صراع مع الآخر هذه مسألة حق نعم هي المسألة حق ويجب أن يثبت ولذلك سيدة الزهراء كما تفضلتم مولانا أنه أرادت لهذه العلامة الاستفهام التي رسمتها أن تبقى على مدى الزمن حتى لا يموت مسألة الحق في مسألة الأئمة وخلافة الأئمة وحق الأئمة ومنهج الأئمة أن يعرف الحق وإلا أفرض يعني الحالة المعاكسة عم تذكرها الشيخ حسن أنه أفرض هذه المسألة ما منا نحكي فيها من وقته خلاصه ماتت وغفرت واحد عم يحكي فيها طيب وينما نعرف أنه الحق المتمثل في أهل البيت النبي صلى الله عليه مش نحن صحيح عليهم مع الحق والحق ما عليهم مثل أهل بيته مش نحن أسسنا لهذا الأمر حتى نجي نقول نعم الخلاف إذا أثرناه لا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي أسس بأنه يبين حق أهل بيته وأمر باتباعهم والتمسك بهم واتباع نهجهم والرقوب في سفينتهم وسفينة النجاة والآن مع اليوم السلام خطب أمير المؤمن في نهج البلاغ لما بيّن حقه خطبة الزهراء عليه السلام لما وقفت معنى ذلك أنهم هو مولانا يعني البعض يفهم مسألة تثبيت الحق أنه أنا يجب أن أدخل في سرعة مع الآخر لا أبدا أبدا نحن نقف عند حق السيدة الزهراء أولا حق عليه بالخلافة وحق المسلمين بخلافة عليه نحن نقف حق الزهراء حق الموعة وهذا يعني ثانيا حق الزهراء الشخصي وهو ما حصل من غصبها فدك مثلا ومنعها حقها غصب فدك منها غصب فدك منها فلذلك هل مسألة كما تتفضل شيخ؟ يعني مسألة لا يقال لصاحب الحق لماذا أنت تبين حقك؟ يعني مسألة الحياة تقوم مسألة أنه صراع بين الحق والباطل لكن المسألة مش معنى يعني لا يقال لصاحب الحق لماذا يبين حقه يقال لمن أخذ الحق لماذا سلبت الحق منه؟ أسلام أنه لنا علي عليه السلام كان يطالب بحقه وكان يثبت هذا الحق وفي نفس الوقت كان يعاون الآخرين لأنه كان يرى مصلحة للإسلام والإسلام هذه المسألة والأئمة عليهم السلام مستمرون مش كان فيه إمام بسنة ستين وميد للهجرة وإلى كده وخلص معاش فيه الإمامة مستمرة الإسلام مستمر القرآن مستمر أبو صفيان جاءه مولانا وقال له لأنها عليك خيلا ورجالة أنت أقول طالب بحقك فالإمام عليه السلام فهذا كيف أعمل مطالبة بحقي وكيف أطالب وكيف أتصرف هون الكلام مش كيف أقول يعني أتمسك بحقي تمسك بالحق والإعلان عنه شيء مقدس لكن كيف أحرك هذا الحق بما لا يثير فتنة وبالحكمة وبما يخدم مصلحة الإسلام هون بيصير الكلام هون ولانا منكن أيضا أجبنا على السؤال الذي ورد في حلقة يومي أمس أنه موقف السيد فضل الله من موضوع السيدة الزهراء هو من أجل الوحدة بين المسلمين السنة والشيعة منقول لمن يقول ذلك أنا سمعته مباشرة من سماحة السيد عندما انتقد بعض الناس كان يقول أنه بعض الناس بدون يجدون صلحا فيما لا صلحة فيه مثلا كلام طه حسين يمكن أنه حاشة للسيدة الزهراء أن تطالب بما ليس لها وحاشة للخليفة الأول أن يمنعها ما هو حق للسيدة الزهراء فقال السيد وقتا أنه هذا هذا صلح فيما لا صلحة فيه لابد أنه هناك حق يعني بدك تعمل صاحب الحق ومن عليه الحق في مستوى واحد لابد أن هناك حق وهناك من عليه الحق وبالتالي الحق مع عليه وعليه مع الحق والزهراء عليه السلام كانت جزءا من بيت الطهارج وبين بيت الحق هذا سؤال ورد عبر الواتس أب ولكن بشكل صوتي الأخت بتغلط بقراءة القرآن ولكن هي عم تقرأ عن مع اليوتيوب عم تحط فيه بيأثر هذا الموضوع أبدا ما بيأثر علينا أن نقرأ ونتعلم لو قلبطنا نصحح ونتعلم شكرا جزيلا سمح الشيخ حسين عبدالله عضو المكتب الشرعي في مؤسسة السيد فضل الله مشاهدين ومستمعين الشكر الكبير إليكم موصول إليكم لحسن المتابعة وحسن الإصغاء وحسن التعاون والتواصل مع هذا البرنامج هذا البرنامج منكم ولكم نأمل التواصل بشكل دائم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة